إسرائيل مخططها لم ينتهي بعد إسرائيل مخططها توسعي كبير في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط في الأزمة حقها تغزة اللي الآن نشاهدها تجد أن منظمة تحرير الفلسطينية مشتتة وغير ماسكة زمام القيادة في الموضوع كيف رغم وضوح وعدالة القضية على مدى كل هالسنوات لم يقف المجتمع الدولي موقف منصف لهذا الغضية وش التقصير اللي صار مننا ليش ما نجحنا هذا سقراط من إذاعة الثمانية وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي ضيف حلقتنا اليوم هو معالي المهندس عبدالله بن يحيى المعلمي خبير في الشؤون الدبلوماسية لسنوات طويلة حلقة جداً فخور فيها ومبسوط من توقيتها لأنها قدمت سرد عقلاني وتاريخي للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي يمكن أن نشأت على علاقة عاطفية مع القضية ومشكلة العلاقة العاطفية أنها إما تفتر أو تتغير أو يعاد توجيهها وهذا يمكن شعور يلامس كثير من الجيل لأنهم فهمين تفاصيل وعدالة هذه القضية فضيفنا اليوم سرد الحكاية من البداية وفي كل موقف أو في كل محطة شرح الدور الفلسطيني الدور العربي دور الاحتلال الإسرائيلي أو موقف الاحتلال الإسرائيلي الموقف الدولي قرارات مجلس الأمن الحروب الثلاثة الشهيرة ما بعدها الحراكة الدبلوماسية اللي كان يقودها الملك فهد والأمير بن درب السلطان والأمير سعود الفيصل في فترة معينة مبادرة الملك عبدالله الله يرحمه وكل المواقف اللي شهدتها هذه القضية إلى الأحداث الحالية تكلمنا على كل الأطروحات وهنا يهمني جدا أن السادة المستمعين والمشاهدين ما يحكمون على أسئلتي وكأنها أرائي الشخصية أنا كان من واجب أني أجمع كل الأراء قدر مستطاع المؤيدة والمعارضة وأطرحها على الضيف حتى نسمع تعليقه عليها فليس بالضرورة كل شي طرحته يمثله جتنظري على سبيل المثال موقف حماس ودوره في تأجيج الصراع الفلسطيني على فكرة أو أطروحة أنه اليهود لهم حق في هذا الأرض فيفترض أنهم يمكنوا منها أطروحة أنه إحنا كسعوديين ليش نرهن مصالحنا في هذه القضية ونربط كثير من مواقفنا بناء عليها رغم أن البعض في فلسطين يشيطن الدور السعودي وينتقص منه كثير من هذه الأطروحات طرحت على ضيفنا ليس بطرورة تمثل رأي لكنها أطروحات مهمة حتى نعطي القضية حقها ونغطيها من كل الاتجاهات وفي آخر اللقاء طبعا ختمنا بأسئلة عامة عن السياسة الخارجية السعودية إيش اللي يتغير أو إيش التحول اللي يعيشوا هذا القطاع تحت رؤية سعودية 2030 وختمنا بمجموعة من أسئلاتكم الثمينة المرتبطة بشخص ضيف نفسه أصعب أيامه في العمل الدبلوماسي المواقف اللي مر فيها وأين نصائح يقدمها للجيل الحالي أترككم مع الحوار حيا كلا أبو فارس شرفتنا وورتنا أهلا نساء الله أخو أمر أنا آسفني قاعد أقول لك أبو فارس لا لا ليش أنا أعتز وافتخر بهذا أعطيتني حكاية الكنية والموقف اللي صار في جدة لكن وضحت لك إياها أن هذا في مجال العمل الرسمي لكن في مجال التعامل الشخصي يسعدني ويشرفني إنك بس وش الموقف اللي صار في جدة؟ عندما توليت العمل في الأمانة وجدت أن كل الأخوان هناك يستعملون الكنية في التخاطب فيما بينهم وإذا جاني أحد يحكيني يقول لي أبو فلان قال كذا وكذا يقول له من هو أبو فلان يقول لي زميلنا كذا يقول لي أخير هذا حين صار لشهر وشهرين يا الله بدأت أحفظ أسماءكم الآن تبقوني أحفظ أسماء أبنائكم كمان لا أنا أنصح بعدم استخدام الكنية وإنما اللجوء إلى اللقب العلمي أو الأخ فلان الأستاذ فلان أو فلان باسمور شخصي إذا كان بينكم بينهم يعني علاقة طيبة وفعلا بعد كذا اختفت الكنية بس حنا هنا اتفقنا مسموح لنا بما أنه هذا إطار غير رسمي إطار ودي نعم صحيح تسلم ورحنا سعداء بقبولك الدعوة وأتخيل ما شاء الله هذي يمكن يمكن أول أو من أوائل اللقاءات بعد مرحلة التقاعد فكيف كيف التقاعد والله التقاعد interesting مثل ما يقوله هذه دائما interesting هي المصطلح المغلف إيجابا لمرحلة ما هي جيدة لا هي مرحلة فيها تكيف وفيها تحدي وروري أنه الواحد يتعلم كيف يستفيد من وقته وكيف يستفيد من هذه المرحلة وإيش يسوي فيه وكذا لأنه الفراغ طبعا قاتل والحمد لله أنا لا أشكو من الفراغ أشكوه إن كان شيء من كثرة المهام الموكلة لي والحمد لله هذا أمر يساعدني وأنا سعيد بي لكن هذا اللقاء كأحد وسائل التغلب على التقاعد وإحنا أسعد الله يسلمك ويمكن بعد ما شاء الله مسيرة فيها يعني خبرات وقطاعات متنوعة ما بين الطاقة ما بين الصناعة ما بين الاستثمار العمل الحكومي في الشورى القطاع البلدي في أمانة جدة العمل الدبلوماسي في استفارة ثم في البعثة الدائمة يعني أنا عارف أنه هذا السؤال غير محبب بس أني عندي فضل أعرف أيها أقرب لقلبك أو أيها تحن إليه أكثر اليوم بعد ما بدأت تقاعد والله أكثر مجال يمكن ينطبق عليه هذا الوصفة والحالين أكثر أو التفاعل معاه هو قطاع الشورى مجلس الشورى أنا عشت في مجلس الشورى أربع سنوات وأعتقد أنها كانت سنوات ثرية لأنك في مجلس الشورى تطلع على كل مرافق الدولة تطلع على تقارير من كل الوزارات من كل المؤسسات من كل الجهات وهذه التقارير تعطيك معلومات ثرية حول الوضع السائر في البلد والإدارات الحكومية وما إلى ذلك ثم إنها تعطيك فرصة للقاء بعشرات الزبلاء الذين يأتون من مشارب مختلفة ومن أنحاء مختلفة من المملكة يمثلون كل رقعة من رقاع المملكة وبعضهم كان لا يمكن لك أن تسلح لك الفرصة لمقابرتهم والتفاعل معهم والحديث معهم فأعتقد أن مجلس الشورى كان جامعة كان فرصة للتعلم من الزملاء والتعلم من التقارير الحكومية التي تصل إليه ويمكن أنه لما اتشرفت زرتك بترتيب من فيصل يعطي العافية في جون كان الهدف أننا نسولف على التحول في القطاع الدبلوماسي بما أني أنا مهتم برصد التحول في كل القطاعات كان الحديث عن التحول في القطاع الدبلوماسي وجاء بس كده على هامش اللقاء حديث جانبي على موضوع قضية فلسطين والموقف منها ونظرة الأجيال الجديدة لها فتشعبنا فيها وجدت أنها يمكن فيها محتوى أدسم من كل ما سبق فقلنا أني بنخصص حلقة عنها سبحان الله تصادفت مع الأحداث التي يعيشها هذه الفترة فأظن أنك تأخذ حيز كبير من حلقة اليوم فأودي أبدأ معك الله يسلمك بأننا نرجع للتاريخ ونقول كيف بدأت هذه القضية طبعا بدأت هذه القضية بعد الحرب العالمية الأولى عندما نشأت الحركة الصهيونية في أوروبا وتدعت هذه الحركة إلى تكثيف الهجرة إلى فلسطين وإلى تأسيس دولة قومية لليهود على أرض فلسطين لم تلقى هذه الحركة استجابة كبيرة في البداية ولكن بعد فترة من الزمن تقريبا تمنتها بريطانيا وثبت ذلك عن طريق وعد بلفور الذي منح لليهود بأن المملكة المتحدة تؤيد أو تنظر بعطف لطبوحات اليهود في إقابة دولة يهودية في فلسطين ونتيجة لذلك تم تسجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين وتم تسليح اليهود في فلسطين حتى آن الوقت لانسحاب بريطانيا التي قررت أن تنسحب بدون تنسيق مسبق مع الأطراف خاصة مع الأطراف العربية وتركت في هذه الأثناء كانت الجمعيات اليهودية والجمعات اليهودية والعصابات اليهودية المسلحة أكثر تنظيماً وأكثر استعداداً من الجانب العربي في فلسطين وبالتالي استطاعوا أن يعلنوا حين شاء دولة فلسطين وأن يستندوا في ذلك على قرارات الأمم المتحدة يعني دولة إسرائيل أعفواً دولة إسرائيل ويستندوا في ذلك على قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى دولتين دولة يهودية ودولة عربية وقالوا نعم نحن نقبل بذلك الفلسطينيين طبعاً لم يضيعوا فرصة لأن يضيعوا فرصة فكان ردد فعل الفلسطينيين أننا لا نقبل هذا فلسطين أرضنا وديارنا وأنتم جايين ضيوف مهاجرين أهلا وسهلا تبقوا تجوا تعيشوا معنا أهلا وسهلا ما تبقوا تجوا تعيشوا معنا فلترحلوا ثم قامت الحرب العربية الإسرائيلية الأولى في 1948 وانهزمت الجوش العربية مع الأسف في تلك الحرب وأعلن قيام دولة إسرائيل وحنرجع على موضوع الحرب والتدعياتها بس برجع آسف خطوة سامحني ليش اليهود ما هم قادرين يعيشون في أوروبا ليش محتاجين يهاجرون وليش تم اختيار فلسطين اليهود اضطهدوا في أوروبا وكانت ضروة الاتهاد لهم في ألمانيا في الحرب العالمية الثانية التي تعرضت فيها اليهود لمحرقة كبيرة ومات منهم حسب ما يقال خمسة أو ستة ملايين شخص وأعداد كبيرة منهم هربوا إلى أماكن مختلفة منهم من هرب إلى دول المغرب العربي في شمال أفريقيا ومنهم من هرب إلى إسبانيا إلى روسيا كذلك إلى روسيا إلى غيرها من الأماكن ومنهم من هرب إلى فلسطين وليش كانوا مضطهدين؟ ليش كانوا غير مرحب فيهم في روبا؟ والله هذا سؤال تاريخي صعب اليهود طوال حياتهم كانوا غير مسجمين مع المجتمعات والبيئات التي يعيشون فيها لهم فصال شخصية أنا لا أريد أن أسهب في ذلك حتى لا أتهم باللاسامية وبتقديم صفات لليهود حسب ما الصورة الكاركاتيرية الشائعة عنهم أنهم يحبون المال ويحبون كذلك وهم فعلا كانوا مسيطرين على المال وكانوا مسيطرين على الأعلام وكانوا مسيطرين على أشياء كثيرة وهذه كانت تسبب ردود فعل سلبية تجاههم وخاصة في أوروبا لأنه في أوروبا كان احتكاك الأوروبيين باليهود أكثر فلسطين بالنسبة لهم كانت تمثل شيء من الحلم أولا هناك علاقة تاريخية كما ندعون وثانيا فلسطين أرض جميلة وبلد حلوة وكذا وثالثا نشروا شائعة أنه فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض وهم اليهود وهي طبعا كانت مغالفة تاريخية كبرى فلسطين تضح أن فيها شعب وفيها ناس فيها كذا ولكنهم دخلوا للحرب وقتلوا من قتلوا من الفلسطينيين نهجروا أعداد كبيرة منهم إلى الخارج ونسأت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وقامت دولة إسرائيل ومن ثم بدأ الصراع العرب الإسرائيلي أو الفلسطيني الإسرائيلي وكان في أكثر من خيار قدموا الإنجليز لليهود يقال أنه كان هناك خيارات أخرى لإقامة الدولة الفلسطينية أحدها كان أنه تقام الدولة الإسرائيلية أحدها أنها تقام الدولة الإسرائيلية في أمريكا في وسط أمريكا وأمريكا أرض شاسعة وفيها صحاري وفيها أماكن خضراء وفيها سهول وفيها كذا وكان بالإمكان إنهم اختاروها هناك قالوا لا أمريكا بعيدة وصعب تجميع اليهود فيها وكذا ثم قيل فليكن في أفريقيا أغندا أغندا على وجه التحديد كانت بطروحة كبديل ولكن في النهاية اليهود قرروا أنه الأرض الجميلة الحلوى جوها معتدل وأرضها سخية وخصبة وفيها ارتباط تاريخي بالنسبة لهم وفيه رابط تاريخي يدعون أنه يبرر لهم ذلك طبعا الرابط التاريخي هذا ما بغدت كل شكل عميق في القضايا التاريخية لكن الرابط ضعيف للغاية يعني لا يمكن الدعاء أن اليهود الموجودين حاليا هم فعلا من نسل اليهود اللي عاشوا في فلسطين قبل 2000 سنة ثم أنه قيام اليهود في ذلك التاريخ باحتلال فلسطين أو العيش في فلسطين لمدة 70 سنة لا يعطيهم الحق لأن يكونوا هم الملاك المطلقين لهذه الأرض العرب المسلمين عاشوا في فلسطين على مدى 1400 سنة متواصلة وكانوا دائما هم الملاك والقادة خلال السنوات هذه كلها فإذا هذا كان فلسفتهم في اختيارهم في فلسطين وحسب ما قرأت أنه كانت فترة من الحرب العالمية الأولى إلى الحرب العالمية الثانية من الهجرة أو تشجيع اليهود أنهم يهاجرون وهنا دائما يصير فيه الاتهام المبطن أنه كان هذا المهاجرين يجون ويشترون أراضي ويشترون بيوت ويتملكون بطريقة سلمية كيف نرد على هذا الأمر إذا كان صحيح أو مغالطة؟ يجوز أنه كان صحيح أو جزء منه كان صحيح مهاجرين الأوائل مهاجرين الأوائل يعني وأعتقد أنه الفلسطينيين يمكن لم يكونوا يدركوا أنه بيع الأرض بهذا الشكل كان يمكن أن يشكل بداية لضياع الأرض بالكامل لكن هم في الواقع لم يكتفوا بشراء الأرض من الفلسطينيين وإنما كانت هناك محاولات مستمرة لإخلاء المنازل من السكان الفلسطيني وهنا نرى اليوم في غزة كيف أنه إسرائيل تدفع بأكثر من مليون مواطن فلسطيني دفعا للخروج من منازلهم وتركها والذهاب إلى أماكن أخرى اللي حصل في 1948 لا يختلف كثيرا عن ما يحدث حاليا أن هناك ضغط قوي شديد من قبل إسرائيل بتعويض أحيانا وبدون تعويض أحيانا أخرى لإخراج الفلسطينيين من منازلهم ومن ديارهم وذهبوا إلى دار الشتات وراحوا كلاجئين في الأردن وفي سوريا وفي مصر وفي فلسطين وفي لبنان وغيرها وفي ذلك الظرف التاريخي لما بدأت زايد عدد المهاجرين اليهود وبدأ الفلسطينيين أو أصحاب الأرض يضيقون منهم فبدأ يصير فيه تصعيد للمستعمر الإنجليزي فأقام أظن في عام 1939 أشبه بمؤتمر لإيجاد حل أو التوافق بين الطرفين ما وصل إلى حل فرماها على الأمم المتحدة وخرج في عام 47 أو 48 وهناك كان قرار الأمم المتحدة قرار 181 بتقسيم الفلسطين بين جزء إسرائيلي وجزء فلسطيني هنا كانت الضربة القاسية بأن اليهود قبلوا فثبت حقهم ونالوا اعتراف دولي الفلسطينيين لم يقبلوا لأنهم كانوا يرون نفسهم مظلومين هم يمثلون 90% من السكان ولم يعطوا إلا 45% من الأرض فرفضوا هل كان هذا الرفض خطأ تاريخي؟ والله يشوف صعب الحديث أو الحكم بصورة قطعية عما إذا كان هذا الرفض خطأ تاريخي طبعا بالنظر للأحداث من خلفية الواقع الحالي لاستطيع أن نقول أنه كان خطأ تاريخي لو قبلوا بما عرض عليهم في ذلك الوقت وسعوا إلى المزيد المزيد عبر السنوات لربما كانت النتائج تكون أفضل لكن إذا أردت أن تقيم هذا القرار لابد أن تقيمه بعقلية السنة التي تخذ فيها والقرار العربي برفض التقسيم وما إلى ذلك يجب أن ننظر إليه بعقلية تلك الفترة وبموازين تلك الفترة بموازين تلك الفترة كان العرب ويستنظرهم أنه ليش مش مس الفلسطينيين وإنما العرب أيضا أنه ليش نتقاسم هذه الأرض مع هؤلاء الغزاء المحتلين يعني لابد من مقاومتهم ولابد من الحفاظ على وحدة فلسطين ولابد من كذا وكذا وكذا وإذا يبغوا يساعدوا اليهود فليساعدوهم في أي مكان آخر الفلسطينيين أبدوا استعدادهم للتعاون مع اليهود في داخل فلسطين أيضا بإعطاهم بعض الحقوق الاستفنائية وما إلى ذلك ولكن في النهاية طبعا اليهود تمسكوا بما لديهم وسعوا إلى المزيد والعرب رفضوا ما هو موضوع بين يديهم وطاربوا بالأصر على الكل ومن هنا جاء المشكلة من تطور البناء إلى أناقة التصميم ورفاهية الخدمات مع تمييز الموقع حلول سكنية مبتكرة ومستدامة مع شركة صفا للاستثمار المزيد في وصف الحلقة وبعد الانسحاب البريطاني وبعد هذا القرار الأممي انفجرت الاصدامات بين الإسرائيليين أو المحتلة الإسرائيلي والعرب عموما ويش تذكر أو ويش تعرف عن معركة أو حرب 48؟ طبعا لا أذكر شيء مباشر لأنه هذا كان قبل ميلادك قبل ميلادك أنت أيضا لكن المعروف تاريخيا أنه كانت الحرب قامت بين سبعة دول عربية وبين دولة إسرائيل طبعا قد يقال أنه سبعة دول عربية المفروض أنها تكون تغلب إسرائيل وتهزمها وكذا لكن واقع الأمر أنه تشتت القدرة العربية عبر سبعة جيوش وتشتت القيادة وتشتت وحدة الصف غياب وحدة الصف بين العرب في ذلك الوقت هو الذي أدى إلى الانقسام وإلى الهزيمة لاحظ أنه اليهود أيضا كانوا يحاربون البريطانيين في نفس الوقت لأن البريطانيين في نفس الوقت كانوا يحاولون محاولات يعني فائسة أو خجولة للحفاظ على الأمن والسلم في داخل فلسطين لمحاولة إيجاد شيء من التوازن بين الطرفين وفي النهاية البريطانيين هربوا وانسحبوا وانسحابا ذليلا خنوعا جبانا لأنهم تركوا المشكلة بدون حل وانسحبوا تركوها اليهود كانوا مستعدين من ناحية التنظيم من ناحية العتاد من ناحية الأموال من ناحية الأفراد واستطاعوا أنهم فورا يستولوا على مراكز القرار ويستولوا على مبالي الجهات الحكومية ويسيروا عزلة الدولة الإسرائيلية الجديدة العرب كانوا شمه يتفرجوا على هذا الكلام أوه أصبر أصبر أستنى خليني ألحق فيك أسوي مثلك أعمل كذا ما ينفع طبعا ونتيجة لذلك جات قضية الهزيمة الأولى وما يسمع بالنكبة مين كان يشارك فيها من الجيوش العربية؟ سبعة دول العربية اللي هي الدول اللي اشتركت في النهاية في الجامعة العربية كان في مصر وكان في المملكة العربية السعودية وكان في الآرق وسوريا والأردن ولبنان واليمن هذه الدول طبعا المشاركة الرئيسية كانت مصر وسوريا والأردن والمشاركة المساندة كانت العراق والمملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية قواتها راحت إلى جهتين إلى الأردن وإلى مصر وفي الجهتين كانت تحت قيادة القيادات المحلية في الأردن وفي مصر العراقيين كانوا يفترض أنهم يساندوا الأردن وسوريا ولكن العراقيين وصلوا للحدود وتوقفوا عندها وقالوا العبارة الشهيرة ماكو أوامر ماكو أوامر ما دخلوا ما دخلوا أنه ما عندهم أوامر بالالتحام باليهود اليمن طبعا المشاركتها كانت رمزية في هذا الأشياء المشاركة الأساسية كانت من مصر وإسرائيل من مصر وسوريا في الحرب وهزمت مصر وهزمت سوريا في هذه الحرب نتيجة عدم تكافؤ القوة نتيجة مشكلة الأسلحة الفاسدة التي كانت في عيدي الجيش المصري نتيجة عوامل كثيرة متعددة وكان من أهم آثارها هي موضوع التمدد الإسرائيلي إسرائيل استولت بموجب هذا الوضع على أفزاء كبيرة من النقب تنوب إسرائيل وعلى أفزاء كبيرة من الجليل شمال شرق إسرائيل وكل هذه الأفزاء ما كانت مسندة لإسرائيل في اتفاقية التقسيم وسينة هل دخلوا على سينة؟ لا ما دخلوا سينة في الحرب هذه حرب 48 دخلوها في الحروب التالية وهذه دائما الحرب شهيرة بموضوع الإجلاء اللي صار لمجموعة من الفلسطينيين اللي تم إخراجهم من الأرض ومجموعة أخرى اللي يسمون عرب فلسطين أو عرب 48 اللي هم مضطروا يبقون ولكن بهويات إسرائيلية وأيضا في هذه المجموعة البعض يعني يطعن في سلوك بعض الناس اللي أخذوا تعويضات وخرجوا في هذه الفترة أريد أن أسمع تعليقك على كل هذا طبعا في ذلك الوقت العرب في فلسطين كانوا مشتتين وكان ما عندهم قيادة القيادة كانت للحاج عميل الحسيني اللي أرحمه لكن ما في قيادة عسكرية وسياسية فعالة الحاج عميل الحسيني كان يتهم بموالاته لألمانيا وهذا طبعا ما كان يمكن أن يؤدي به للحصول على أي دعم من الغرب صفة عامة لكن فاللي حصل أنه كانت هناك ضغوط على الفلسطينيين إنهم يغادروا أراضيهم اللي يقبل التعويض يأخذ التعويض واللي ما يقبل التعويض يطلع بره بدون تعويض وبدون شيء وكانت الفكرة السائدة لدى العرب عموما ولدى الفلسطينيين على وقت الخصوص أن هذا الخروج خروج مؤقت وكلها يومين ثلاثة وسبوعين ثلاثة شهرين ثلاثة القوى العربية يعاد استجباعها يعاد ترتيب صفوفها ثم تعود مرة أخرى لتحرير فلسطين طبعا هذا الأمل ظل يراود الشعوب العربية عشرات السنين في كل حرب تقوم بين العرب وإسرائيل يكون هذا هو الأمل هذا هو يوم العودة يوم النصر إلى آخرين طبعا إذا جئنا على محور سؤالك وهو القبول بالتعويضات أو عدم القبول بالتعويضات أنا لا أظل أن هذا كان عنصر أساسي في العملية يعني ما كان لهم خيار ما كان لهم خيار وإحنا شفنا الآن اليوم هذا إحنا المشاهد أنه هناك ضغوط عديدة على الفلسطينيين لمغادرة غزة مليون فلسطيني يغادر غزة إذا هاجر مليون فلسطيني خارج غزة لن يعودوا إلى فلسطين لن يعودوا إلى غزة وستكون أزمة لاجئين أخرى جديدة لا تقل حجما عن أزمة اللاجئين الأولى اللي بموجبها حاجر الفلسطينيين إلى الأماكن المختلفة مرة أخرى من الصعب أن تضع نفسك في موضع صانع القرار في ذلك الوقت كنت أنت أبو لأسرة وعندك أطفال وعندك عائلة وعندك كذا وأمامك جندي إسرائيلي مدجز بالسلاح يطالبك بإخلاء البيت اللي أنت فيه وأمامك شخص آخر يعرض عليك تسهيلات بأنك أنت تنتقل إلى لبنان أو الأردن أو غيرها من الأماكن يعني من الصعب أننا اليوم نحكم على هؤلاء الناس حكم قاطع أنه والله لا كانوا خوانة ولا كانوا بعض القضية ولا مش عارفة من هذا القبيل أعتقد أن هذا الحكم الأخلاقي صعب جدا لمن لم يعيش الورف وماذا عن اللي بقوا؟ اللي بقوا اللي هم عرب 48 سموهن؟ هم عرب 48 وهم جزئين جزء بقوا كلاجئين انتقلوا من بيوتهم في حيفا ويافا واللد والقدس والأماكن الأخرى انتقلوا وقيمت لهم مخيمات لاجئين وبالتالي أصبحوا لاجئين فلسطينيين في بلدهم؟ في بلدهم في إسرائيل وموجود إلى الآن بعض المخيمات للاجئين الفلسطينيين في داخل إسرائيل والبعض الآخر قرر أنه يقبل عرض إسرائيل بمنحهم الجنسية الإسرائيلية والبقاء في إسرائيل كمواطنين إسرائيليين لهم كل الحقوق والمزايا طبعا عمرهم ما حصلوا على الحقوق والمزايا المتساوية مثل المواطن الإسرائيلي لأنهم دائما كانوا موضع الشك والريبة من قبل إسرائيل في أن هؤلاء تعاطفهم مع العرب تعاطفهم مع القضية الفلسطينية لكن بقي في إسرائيل أعتقد نص مليون أو ستمائة ألف لا أعلم العدد الآن قديش بالضبط لكن بقي في إسرائيل عدة مئات من الآلاف من العرب فلسطين الذين ظلوا في داخل إسرائيل كان ملك عبد العزيز الله يرحم له موقف يعني ونصيحة كان يوجهها دائما للقادة العرب مكونة من نقطتين لو اتذكرنا فيها ملك عبد العزيز رحمة الله عليه كان له موقف تاريخي مشهود وكان موقف المملكة العربية السعودية إلى اليوم وهو يا جماعة عرب أتركوا الفلسطينيين يتحكموا في أمورهم بأنفسهم ولا تسيطروا عليهم وتسيطروا على قرارهم وعلى إرادتهم وتصرفاتهم فإنما دعموهم دعموهم بالسلاح دعموهم بالمال دعموهم بكل ما يحتاجون إليه ووقفوا من خلفهم لأنهم أدرى بشؤون بلادهم وأدرى بأراضيهم وأدرى بكل ما في هذا الأمر طبعا بعض القوى الأخرى في الوطن العربي في العالم العربي ما كانت تحبذ هذه النصيحة لأن هذه النصيحة تسحب نفوذهم وهم كانوا يريدون أو بعضهم على الأقل كانوا يريد أن يستمر في استغلال القضية الفلسطينية مصدر رزق مصدر شعبية مصدر سلطة نفوذ إلى آخر ذلك الأردن ضاعفت عدد سكانها بمقتار الضعف وعطتهم الجنسية الأردنية فورا واستوعبتهم صارت المملكة الأردنية الهاشمية قبلها كانت أمارة شرق الأردن قبل هارف فلسطين بعدها صارت المملكة الأردنية الهاشمية بعدد من السكان أكثر من ضاعف العدد السابق مصر استوعبت أعداد قليلة من الفلسطينيين مصر ما شاء الله دولة كبيرة يضيع فيها الفلسطينيين لكن معظم الفلسطينيين الذين راحوا لمصر ظلوا اعتبروا لاجئين وكانوا يعملوا بطاقة عبور وبوثائق سفر من سفر إلى أخرى ما عندهم جوازات سفر ما عندهم هوية ما استطيعوا يرجعوا لبلدهم لأن الإسرائيل بطبيعة الحال ما تصدق على الله أنه أحد يترك تقول له مع السلامة وتسهله الفهاب دون عودة وهذه كانت النقطة الأولى بأنه اترك الفلسطينيين يقودون ودعموهم نقطة ثانية كانت بخصوص منع السماح للمهاجرين كان يوصي بعدم السماح للمهاجرين الفلسطينيين أن يستقروا في الدول العربية لماذا؟ هذه النقطة خدثت الدول العربية مجتمعة قرر الدول العربية مجتمعة أنه من أجل إبقاء القضية حية وعدم تذويبها أنه ينبغي على الدول العربية لا تبادر إلى منح الجنسية المحلية للاجئين الفلسطينيين وإذا منحوا الجنسية المحلية فإنهم سينخرطون في المجتمعات التي هم فيها وينسوا فلسطين وينسوا القضية إلى آخرين طبعا الدولة الوحيدة التي لم تلتزم بذلك كانت الأردن الأردن أعطت جنسية أردنية لأعداد كبيرة من الفلسطينيين لكن بقية الدول رفضت أن تملح الفلسطينيين الجنسية ربما يكون في تفسير إيجابي لهذا الكلام من ناحية أنه أبقى القضية حية لكنه في الوقت نفسه أبقى المأساة حية على الفلسطينيين أنفسهم في المخيمات وفي الشتات وفي أماكن أخرى بعد هذه الحرب بدأت المنظمات التحرية تتحرك منظمة الفتح أعتقد أسست بعد هذه الحرب في الخمسينات أظن إذا ما خانتني الذاكرة أنه فتح تأسست في وقت لاحق في منتصف الستينات أو في أواد الستينات وقامت عدة منظمات مثل ما تفضلت وكان مركزها سوريا ولبنان والأردن وبصر مصر جمعت هذه المنظمات تحت مظلت منظمة تحرير الفلسطينية واختارت أحمد الشقيري رحمة الله عليك أن يكون رئيسا لمنظمة تحرير الفلسطينية طبعا منظمة تحرير الفلسطينية لم تكن أكثر من مجرد أداة في عيدي المقابرات المصرية وفي نفس الوقت لم يكن هناك سبب يعني كانت وسيلة لسيطرة مصر على القرار الفلسطيني هذا الذي حدث بما يتعلق بالمنظمات والوضع السياسي بعدها جاءت الحرب الثانية واللي كانت الحرب الأقسى الأولى تسمى النكبة هذه تسمى النكسة أعتقد هي حرب 67 قبل 67 كان حرب 56 هي العدوان الثلاثي العدوان الثلاثي صحيح العدوان الثلاثي وش كانت فكرته؟ العدوان الثلاثي بدأ بأن مصر كانت تسعى لتمويل السد العالي وكانت ترغب في إقامة السد العالي مصر كانت تعاني من الفيضانات السنوية التي تأتي من نهر النيل وتكتسح مساحات كبيرة وفي الوقت نفسه ما كانت تستفيد من نهر النيل للحصول على طاقة كهربائية وطلبت من العالم أن يساندها خاصة البنك الدولي أن يساندها في إنشاء السد العالي البنك الدولي رفض مساندة مصر وأمريكا كذلك فقررت مصر في ذلك الوقت أن تؤمم قناة السويس وأن تستخدم العواعد الحاصلة من قناة السويس لتمويل السد العالي طبعا هذا القرار أزعج بريطانيا وفرنسا بحكم أنهم كانوا من الدول الرئيسية المالكة لشركة قناة السويس وأزعج إسرائيل لأنه بهذا الطريق كان يمنع الملاحة الإسرائيلية من العبور عبر قناة السويس إلى البحر الأحمر وبالتالي يفصل بين إسرائيل في البحر المتوسط عن إسرائيل في البحر الأحمر ونتيجة لذلك صعدت تهديدات على مصر ثم انتهت إلى الأدوان الثلاثي الذي قامت به الثلاث دول واحتلت بمجيبه إسرائيل احتلت سيناء وغزة والجزر المشرفة على الممرات في تيران وصنافر واحتلت المراكز في سيناء رأس محمد وشرب الشيخ وغيرها وبعدها بدأت الدبلوماسية تعمل وكان هناك ضغط دبلوماسي مشترك بين روسيا وأمريكا على إسرائيل وعلى بريطانيا وفرنسا للانسحاب وفعلا تم الانسحاب في وقت لاحق وبالتالي عادت الأراضي المحتلة إلى مصر لكن الخزوق اللي حصل هو أنه من ضمن شروط الجلاء كان وجود قوات من الأمم المتحدة على خط الحدود بين مصر وإسرائيل وفي داخل قطاع غزة وفي الجزر تيران وصنافير التي كانت في الواقع هي تابعة المملكة العربية السعودية والمملكة العربية السعودية سمحت لمصر بإدارتها والإشراف عليها خلال مرحلة العدوان قبل سنة 1956 لأنه كانت مهمة بالنسبة للممرات وبالنسبة للوضع الاستراتيجي طبعا مصر فقدتها في حرب 1956 ونتيجة لذلك كان أقفلت الملاحة بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر في وجه إسرائيل وهذا كان أمر غير مرغوب فيه عند إسرائيل ولذلك قامت الحرب عندما قامت باكتساح السيناء كانت قوات المتحدة إذا سحبت بناء على طلب مصر وتم وضع قوات حفظ السلام؟ ولا هذه لاحقا؟ هذه لاحقا صارت في عام 1973 في حرب 1973 ففي المرحلة هذه ما بعد جاءت قوات حفظ السلام؟ في هذه المرحلة نزعت قوات حفظ السلام وعادت الأراضي لمصر وعادت الأراضي لمصر ولكن هذا فتح المجال أمام العدوان الثلاثي لأن يحصل ونتيجة لذلك احتلت مصر سيناء وما إلى ذلك ثم عادت وجلت عنها وعادتها إلى السلطة المصرية وفي هذا الوقت تم وضع قوات الممتحدة مرة أخرى ومن ضمنها في جزيرة السعودية بعدها صار موضوع حرب 67 ولا لا؟ نعم وش تداعيات الحرب هذه؟ ليش انفجرت؟ حرب 67 بدأت بأنه كان هناك نظام حكم جديد في سوريا وكان هذا نظام بعثي حزب البعث يستولى على السلطة في سوريا لأول مرة وحزب البعث كان معروف من ذلك التاريخ وإلى وقت قريب بالشعارات الرنانة وبالحماس وكذا وحزب البعث بدأ يتحرك على ألغام تحرير فلسطين وما إلى ذلك وضرورة العمل الفوري في هذا الاتجاه وكان يزايد على عبد الناصر وعبد الناصر يزايد عليه أنه من اللي بيعمل لصالح القضية الفلسطينية أكثر حزب البعث في سوريا يقول انتوا ما سويتوا شيء وانتوا كذا وانتوا كذا ونتيجة لذلك صار هناك حشد عسكري بين إسرائيل وسوريا على هضبة الجولان قوات عسكرية من الطرفين وصل الحشد والتوتر إلى حد أقصى وكانت إسرائيل تهدد بأنها ستكتسح الجولان ستكتسح سوريا وستسقط نظام الحكم في دمشق وستقيم دولة أو نظام حكم جديد هناك وكان هناك أسلوب تحدي لسوريا ولمصر ومصر انجرفت في ذلك التيار وأعلنت خلاء منطقة سيناء من الجنود المتحدة وتقدم القوات المصرية إلى الحدود وقيام حشود كبيرة على الحدود مع إسرائيل وإسرائيل صارت تصيح في العالم الحقوني الإسرائيل السوريين والمصريين يهددوني ويحاصروني وكذا وهي اللي طبعا سبب المشاكل من البداية ونتيجة لذلك طبعا أيضا في هذه الأثناء كانت هناك عناصر ضعف عميقة في المجتمع العربي عامة وفي المجتمع المصري خاصة يعني الجيش المصري كان ملتهي عن الحرب وكان قيادات الجيش المصري سهرانين ليلة الحرب وفي أماكن يعني له يعني ما كانوا عقبين الموضوع بشكل جدي ونتيجة كانوا مشهولين بموضوع اليمن ولا هذه جت بعدين اليمن قبل اليمن قبل وكان جزء منها كان جزء من الجيش موجود في اليمن كان جزء كبير من الجيش موجود في اليمن والنتيجة أنه قامت إسرائيل بهجوم كاسح صباح يوم 5 يونيو 1967 أولا على الجبهة المصرية واستولت على غزة واستولت على سيناء ووقفت عند حدود قناة السويس ثانيا على سوريا استولت على الجولان بالكامل ثالثا على الأردن استولت على الضفة الغربية بالكامل بما فيها القدس الشريف وكل أنحاء الضفة الغربية وهذه ما سميت بالنكسة لأنها كانت حرب ستة أيام دمرت فيها كل القدرات دمرت فيها كل القدرات واستطاعت أن تثبت نفسها ونالت أعجاب العالم مرة أخرى لأن العالم يعجب بالقوي يعجب بالشخص الذي يأخذ زمام الأمور بيده العالم كله كان يحذر إسرائيل من شن الحرب ومن بدأ في الحرب ديغول رئيس فرنسا في ذلك الوقت حذر إسرائيل من أنها ستفقد تأييد فرنسا وفعلا فقدت تأييد فرنسا لكن استعظت عنه بتأييد أمريكا لكن القضية بدأت يعني تجابه معضلة وهي أنك أنت الآن تواجه احتلال إسرائيلي جديد والتوافق الروسي الأمريكي اللي كان في سنة ستة وخمسين على توجيه نذار الإسرائيل بالانسحاب لم يعد قائما وأصبحت أمريكا ممالئة ومتواطئة مع إسرائيل في هذا الشأن تمانية تكتب نشرات بريدية متنوعة دكية وممتعة تخليك على الضلاع بالتخصص اللي يهمك والمواضيع اللي تشدك وتساعدك تكتشف اهتمامات جديدة تعرف على نشراتنا عن الحياة اليومية والأفلام والكتب حتى كواليس تمانية اشترك في اللي يناسبك منها وتوصلك على بريدك مباشرة نترك لك رابط الاشتراك في الوصف وهنا يمكن نقدر نقول أنها كانت أكثر فترة فيها حالة انهزام وحباط في العالم العربي لأن القائد اللي كان ينظر له بشكل مختلف جمال عبد الناصر الجيش المصري اللي كان ينظر له بأنه قوة لا تهزم الجيش السوري في ستة أيام هذا الكيان المحتل الصغير الجديد استطاع أن يكتسحهم في ستة أيام فكانت نكسة حقيقية لو تحدثنا عن أجواء هذه المرحلة ويش القرار يتخذوا جمال عبد الناصر أولاً أجواء تلك المرحلة كانت في بداية المرحلة قبل الحرب كانت أجواء انتعاش بعد العدوان الثلاثي لا يعني بعيد العدوان الثلاثي بس الآن على 67 في فترة 67 في شهر مايو وشهر يونيو كان هناك شعور بالانتعاش لدى الشارع العربي ولدى البواطن العربي أنه آن الأوان الآن لتخليص الأمن الاحتلال الإسرائيلي الآن جوشة العربية ستدقل الآن كذا ليش هذا الشعور من من جاء من الزعماء الجدد والثورات اللي صارت من الحشود العسكرية اللي صارت بين سوريا وإسرائيل وبين مصر وإسرائيل والتهديدات المتبادلة بأنه احنا رح نفعل ورح نسوي فكان المواطن العربي يشعر أنه آنت ساعة الصفر يعني وأنه الجيوش العربية ستدخل إلى إسرائيل وستحرر فلسطين وانتهت القضية وانتهت الموضوع في ذلك الوقت كان هناك هذا الشعور ساعد طبعا الأمة العربية صدمت ذهلت بنتائج حرب 67 لأنه حتى في الأيام الأولى من الحرب ما كانوا يسمعوا إلا تقارير صوت العرب وإذاعة المصرية بأنه اسقطر كذا اسقطر كذا اسقطر عشرات الطائرات احتلنا كذا سوينا كذا وكله كان كذب لم يحدث شيء من هذا القبيل وإنما كانت محاولة لتخدير المواطنة العربي عن الشعور بالهزيمة التي كانت على الأبواب سنة 67 بعد ذلك نتيجة للهزيمة عبد الناصر أعلن استقالته وفي نفس الليلة خرجت جماهير الشعب المصري تنادي بعبدة الرئيس على الاستقالة ومو بس في مصري في أنحاء عديدة من العالم العربي طبعا يعني هذه المسرحية ربما نظم لها من المقابرات المصرية ربما كانت يعني من الصعب أنك تشعر أنه شعب يهزم ويرجع طالب الرئيس في نفس الوقت بالبقاء بالبقاء العدد كبير منهم عبد الحكيم عامر نائب الرئيس وضع في الإقامة الجبرية ثم انتحر أثناء وجوده في الإقامة الجبرية وفي ذلك الوقت بدأ ما يسمى إعادة بناء الجيش المصري الجيش المصري دمر تقريبا إلى الصفر وبدأ إعادة بناء الجيش المصري تمهيدا لجولة قادمة ومين مول هذا الإعادة البناء طبعا المملكة العربية السعودية بسبب مصالحة السودان بسبب المصالحة التي تمت في السودان على اليمن المملكة العربية السعودية كان لها موقف نبيل في حرب 67 كان تدعم عبد الناصر ولم تقف عند حدود الأزمة اللي بينها وبين عبد الناصر في اليمن رغم طائراته كانت تضرب جنوب السعودية عنده طائراته كانت تضرب لكن كان هذا موقف الشرفاء موقف العظماء إنه إحنا ننحي الخلاف الجانبي ننحي الخلاف الجانبي ونركز على القضية العربية وندعم العرب في أي مكان المملكة العربية السعودية أيضا في ذلك الوقت اتخذت إجراء بقطع البترول عن أمريكا وعن هولندا أعتقد هذا 73 ليس 76 73 نعم صحيح 67 لكن حتى في 67 كان هناك تهديد بقطع البترول بعد 67 صار مؤتمر الخرطوم مؤتمر القمة في الخرطوم اللي صار فيها اللاء آثة الثلاث لا للأعتراف لا للتفاوض لا للصلح مع إسرائيل وعاد وقرر المؤتمر تقديم دعم مادي من السعودية والكويت والليبيا لصالح مصر وسوريا في ذلك الوقت أجواء كانت طبعا كيبة وسيئة في العالم العربي كله لأنه لأول مرة يواجه مجموعة كجيل كامل يواجه حقيقة الفساد في أدوات الحكم العربي الفساد في السياسة العربية الخارجية الفساد في القيادة الداخلية مثل عبد الحكيم عامر كان سهران طول الليل وكان يعني الله أعلم ما شكال عنده من مشاغل هامة يعني تشغلوا عن قيادة الجبهة وعن قيادة المعركة اللي كانت تدور في ذلك الوقت وبعد هذه الهزيمة كان بالتوازي مع راحة بناء الجيش كانت فيه استفزازات إسرائيلية بضرب المدارس بضرب مواقع داخل مصر وفي المقابل كان فيه غواصة أو شيء زي كده ما بين الحربين وش كان المشهد؟ للشهور الأولى بعد 67 كان هناك ركود وهدوء على الجبهة لأنه طبعا كانت مصر ترغب في عادة بناء جيشها وسانده في ذلك الاتحاد السوفيتي وسانده في الدول العربية طبعا لا رأسا المملكة العربية السعودية فكانت هناك فترة حوالي يعني سنة أو أكثر من سنة اللي فيها شيء من الهدوء النسبي فيه تراشق أحيانا في تبادل إطلاق نار في كذا ثم بدأت بعد ذلك ما سمي بحرب الاستنزاف وهو أن الجيش المصري كل يوم تطلق صواريخ ويطلق أسلحة على الإسرائيليين ويضطرهم إلى أنهم يعملوا رد على المواقع الجيش المصري لكن كانت حرب الاستنزاف بالدرجة الأولى تسير في صالح المصريين وتستنزف قوى الإسرائيليين استمرت هذه الحرب لفترة لكن بعدين في النهاية الإسرائيل بدأت تصعد لحجم الحرب لأنها صارت تقول أنتم تبقوا حرب الاستنزاف أعطيكم حرب الاستنزاف بس ما أعطيكم حرب الاستنزاف بالمقاس اللي أنتم تقرروا وبدأت تضرب في العمق المصري وضربت مدرسة بحر البقر ومات فيها عشرات ربما مئات من الطلاب وضربت بصرع الحديد والصلب في حوالين القاهرة ومات فيها عدد كبير من العمال وبدأت تضرب أهداف مدنية كثيرة وفي هذا الوقت أيضا جاء غواصة إسرائيلية كانت تسير في البحر الأبيض المتوسط وأرسلت القوات البحرية المصرية زوارق ومعها صواريخ وأطلقت النار على الغواصة وأغرقتها كان هذا يعني حدث معنوي إيجابي كبير بالنسبة لل سايكي العربية للشعور النفسي العربي لكن نتيجة كل هذه التراكمات وكل هذا الضغوط وكل هذا البناء بدأت أمريكا في التدخل لمحاولة تهدئة الوضع والتوصل إلى وقف اطلاق نار وفعلا صار وقف اطلاق نار في فترة من فترات بعدها فترة بسيطة توفى جمال عبد الناصر ورئيس السادات جاء وهدى الأمور وبدأ في التفاوض بدأ مسير التفاوض مع الملاد المتحدة والتفاوض هذا قبل حرب 73 قبل حرب 73 بدأنا كنا في أجواء تفاوض وش اللي خلانا فجأة ندخل في حرب 73 لأن التفاوض لم يكن يسير إلى أي نتيجة ما الاسرائيليين كعدتهم ما رح يتركوا شيء إلا إذا أجبروا على ذلك أمريكا ما كانت مستعدة أن تجبر إسرائيل على شيء وكانت حاول تتفاهم معاها وإسرائيل ويسحت نظرها إنه إحنا نحط شروطنا للسلام وإذا العربي بيوقعوا عليها أهلو سهلو إذا ما يبقوا بها فكان هذا الصورة وفي النهاية حسب الرواية الشهيرة إنه هنري كيسينجر قال للسادات إنه إذا أنت تريد مني أنا سخصيا أن أتدخل وأنا أفعل شيئا على قرار ما فعله في بيتنام لأنه كان في بيتنام هو يتولى المفاوضات مع البيتناميين فعليكم أن تفعلوا شيئا مثل ما يفعل البيتناميون ما يفعل البيتناميون تحريك المسألة ولذلك كان الحوار أو كان الحديث في وقت لاحق عن حرب أكتوبر 73 هل هي حرب تحرير أم حرب تحريك هناك من كان يقول إنها كانت حرب تحريك وإنه كان هدف سادات منها وتحريكها القضية فقط وطبعا وإذا نظر أخرى إنها كانت حرب تحرير لكن كان واضح الموقف الأمريكي إنه في الوضع الحالي إحنا ما نقدر نسوي شيء إذا عندكم شيء جديد تكلمونا ولذلك بدأت البناء والتوجه نحو حرب أكتوبر وكانت يعني تعتبر هي النصر الحربي الوحيد في معارك مع إسرائيل أو لا يعني النصر وما هي اللي صار فيها أول شيء عفوا النصر والهزيمة أولا نسبية مقاييسها نسبية أي في حرب 56 طبعا حرب 48 كانت هزيمة مطلقة ما فيها كلام في حرب 67 67 كانت هزيمة مطلقة ما فيها كلام حرب 56 فيها تساؤل من ناحية العسكرية كانت هزيمة مطلقة لكن من الناحية السياسية مصر استعادت قناة السويس هذا مكسب كان كبير حرب 73 كانت نصر في البداية ثم إسرائيل قلبت ميزان القوة عندما استطاعت أن تدخل بثغرة الدفرسوار إلى غرب قناة السويس وأصبح هناك تلاحم بين الجيش المصري والجيش الإسرائيلي وفضل اشتباك أصبح أصعب وهكذا بسودنا ناقدها من أولها بعد ذلك للي ما عصروها أو ما عندهم علمات عنها كيف بدأت وشلون كان فيه تقدم عربي ثم شلون صار الانقلاب حرب 73 طبعاً الحق يقال أنها يعني كريدت وميزة للقيادة المصرية لأنهم استطاعوا أنهم قاموا بالاستعداد لحرب أكتوبر 73 اللي هي حرب ربضان استعداد قوي واستعداد مباغت مباغت وقاموا بالتدريب وقاموا باستيعاب الأسلحة وكذا ووصلوا إلى مرحلة ساعة الصفر يوم عصر رمضان 6 أكتوبر وبدأوا بالهجوم على خط بارليف الشهير خط دفاعي حصين لإسرائيل على الضفة الشرقية لقناة السويس واستطاعوا خلال ساعات قليلة من تدمير فجوات كبيرة في خط بارليف وبالتالي دخول الجيش المصري إلى شرق القناة وسيطرته على القناة تقريبا على مدى الأيام الباقية إسرائيل دفعت بأرتال كبيرة من الدبابات غربا مصر قابلتها في وسط سيناء وقصفت الدبابات الإسرائيلية بشكل مكثف وفقدت إسرائيل عداد كبيرة من أبنائها ومن عتادها ومن كذا في هذا الوقت وبالتالي كانت كل الأمور متجهة نحو هزيمة ساحقة لإسرائيل إلى أن جاء جنرال إسرائيلي اسمه أريل شارون اللي أصبح في وقت لاحق زيرا للدفاع ثم رئيسا للحكومة الإسرائيلية وستطاع أن يأخذ ثرقة صغيرة وأن يسير نحو منطقة الدفرسوار الدفرسوار كانت نقطة التلاقي بين الجيشين الثاني والثالث المصري على قناة السويس وشعر بأن هناك في ثجوة بثغرة ما يسمى بالثغرة ثغرة الدفرسوار وطلب الإذن بالهجوم عن طريق هذه الثغرة والتوجه نحو الضفة الغربية للقناة إسرائيل رفضت منع شارون هذا الإذن وأكدت عليه بأنه لا تفعل ذلك لا تفعل ذلك شارون قف الجهاز اللاسلكي أو وط الصوت وقال أنا لا أسمعك أنا لا أسمعك لا أسمعك وفي الآخر قال لهم شكرا أنا فهمتكم أنكم موافقين وراح منفذ الثغرة هذه واللي كانت أشبه بكم ماشا على الجيش المصري اللي صار أمامه جيش إسرائيل وخلفه جيش إسرائيل صحيح؟ بالضبط الجيش الثاني كان على السويس في جنوب قناة السويس هذا دخل من غرب الجيش المصري اللي كان في الجيش الثاني يسمى اللي كان في السويس والتف حوالينه من الجنوب في البداية طبعا كان القوات الإسرائيلية اللي دخلت أعدادها قليلة ولو أنه مصر التفتت إليها لكانت سحقتها لكن كان ينبغي لمصر اللي كان يتفعل ذلك أن تسحب جيش لها من شرق قناة السويس الجيش اللي افتحمت شرق قناة السويس ومصر لم تكن تريد ذلك لأنه هذا إنجاز تاريخي عظيم يسجل لها وكانت تظن أنها تستطيع أنها تتعامل مع الثغرة هذه لاحقا وبقوات أقل وبتضحيات أقل في النهاية الجيش الإسرائيلي بدأ يتدفق أكثر وأكثر وأكثر إلى أن أصبح يحوط الجيش المصري الثاني ومنع عنه المياه ومنع عنه الغذاء ومنع عنه طبعا السلاح وكل ذلك في هذه الأثناء بدأ كسينجر جولاته المكوكية للتفاوض وانتهت باتفاقية فضل اشتباك الأولى اللي بموجبها تراجع الجيشين عن مواقعهم ثم في النهاية سحب الجيش الإسرائيلي إلى شرق القناة وبعدين طبعا صارت المفاوضة اللاحقة في كام ديفيد وإلى آخر والسوريين من الجهة الثانية أيضا كان لهم حراك أو لا؟ السوريين من الجهة الثانية كان لهم حراك في بداية الحرب واستطاعوا أن يستولوا على بعض الأراضي الفلسطينية خلينا نقول ما نقول إسرائيلية لكن استطاعوا أن يستولوا على بعض الأراضي في داخل إسرائيل ولكن بعدما تطمنت إسرائيل للجمهة المصرية وتفتت له وضعت كل ثقنها في سوريا واستطاعت أن تذحر للسوريين وتخرجهم من أماكن اللي احتلوها وتخرجهم حتى من بعض أماكن أخرى وبعدين توقف القتال هناك بموجب اتفاقيات فضل اجتماك ويمكن الحدث التاريخي بعدها صار أنه صدر قرار بقرار رقم 338 من الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار وتوسلي من أراضي لأصحابها سواء في مصر أو سوريا والحدث الشهير اللي هو اتفاقية السلام بين مصر وبين إسرائيل لو تحدثنا عن هذا الحدث طبعا هناك القرار 242 اللي صدر بعد 67 ثم 338 اللي صدر بعد 73 وكلاهما ينص على عدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة وعلى ضرورة السلام وعلى ضرورة الاعتراف بإسرائيل وما إلى ذلك وكان هو أساس الشرعية الدولية وما يزال إلى الآن هو أساس قائمة ومرجعية قائمة للقضية الفلسطينية أو القضية العربية الإسرائيلية ثم بعد ذلك إيش كان سؤالك على الموضوع كام ديفيد كام ديفيد من وجهة نظر السادات حسب ما يروي في كتبه وفي خطاباته وكذا أنه كانت القضية ترابح مكانها أوكي صار فضل اشتباك الأول وسحبت إسرائيل عن خط القناة وأخلية المنطقة التي في غرب السويس لكن الوضع القائم الأساسي وهو وجود إسرائيل كقوة محتلة ما زال قائم قناة السويس لم يكن بمقدور مصر أنها تفتحها لأن إسرائيل في الجهة الثانية تهدد فكانت التوجه والرغبة هو في تحريك القضية والتوجه إلى مسار المفاوضات ونتيجة لذلك أنور السادات قرر أنه أولا استبعد قوات الاتحاد السوفيتي التي كانت موجودة في مصر طلعها عسان يعني يأخذ حظة عند أمريكا أنه هذا طلعنا لكم الروس وبعد ذلك يعتمد على أمريكا اعتماد وثيق في محاولة التوصل إلى الحل وكان كيسينجر هو عراب الحل في المنطقة يروح ويأتي بين الطرفين طبعا في هذه الأثناء انتهى حكم الرئيس نيكسون وبعده فورد وجاء كارتر وليكسون فكيسينجر انتهت مهمته خلال تلك الفترة لكن كارتر تولى الموضوع وهو الذي حث الإسرائيليين والمصريين على التفاوض طبعا رئيس الساداث كان رئيس دراماتيكي ورأى أنه لابد أنه يعمل حركة سينمائية حركة مفاجئة تقلب الصحون من على الطاولة ولذلك أعلن في مجلس النواب المصريين أنه أنا مستعدا أن أذهب إلى آخر الدنيا من أجل السلام في مصر وفلسطين والسرق الأوسط وأنا مستعدا أن أذهب حتى إلى القدس لمخاطبة إسرائيل من عقر دارها حول هذا الموضوع طبعا هو نزل من المنصة وإسرائيل على طول أصدرت بيان تقول أنه ترحب فيه بالرئيس السادات وأهل وسهل فيه في أي وقت يرغب أنه يجي وتم ترتيب الزيارة إلى القدس بعدها بأيام قليلة ورح السادات في حدث تاريخي لا ينسى كانت المشاعر الحديقة مشاعري أنا شخصيا كانت مشاعر تكتسحني مشاعر ألم شديد أن يرى رئيس أكبر دولة عربية وهو ينزل سلم الطائرة في القدس تحت الكاميرات وتحت الأنظار وأن يوجد أمامه صف طويل من المستقبلين الإسرائيليين من الزعامات التاريخية اللي كنا دائما نذكرها ونلعنها وندعي عليها بما فيهم قولدماير ومشديان وكلهم كانوا قرجوا من الحكم لكن كلهم رجعوا لاستقبال أنور السادات وراح أنور السادات من هناك إلى الكنسة الإسرائيلي وألقى الخطاب الشهير اللي ألقاه هناك واللي أعلن فيه أنه نحن مستعدين نمد لكم يد السلام وكذا وإلى آخره طبعاً طبعاً اللطيف في الأمر أنه سؤل مناحن بيقن ومناحن بيقن كان رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت أنه السادات أعطاكم شيء عظيم أعطاكم الاعتراف بدون مقابل أعطاكم السلام أعطاكم الأمان أعطاكم كل شيء بماذا تردون عليه بماذا تردون عليه يا إسرائيل قال لا إحنا أعطيناها أيضاً إيش أعطيتوه قال أعطيناها استقبال حار في مطار بن جوريون في القدس أعطيناها استقبال حار في شوارع القدس الناس كانوا يصيحوا يخرجوا يرحبوا بالرئيس السادات كما لم ينظر إلى ذلك في أي وقت في التاريخ أن جماهير يهودية تطلع للشارع ترحب برئيس عربي وهذا تأكيد على كرمهم ما شاء الله في العطاء أعطوا استقبال ما شاء الله أعطوا استقبال حار وفعلاً كانت هذه نقطة يعني لولا أنه بعض قرر لبليه ما يضحكوا شر البليه شر البليه شر البليه ما يضحكوا أنه سادات يقولون والله كثر خيرك 밀أ بس هو أخذ اتفاقية السلام هو يقول أنا أخذت اتفاقية سلام أنا أخذت أراضي أستعدت الأراضي في وقت لاحق أي بس هذه كانت البداية أي هذا كانت البداية كانت البداية نقطة البداية الزيارة بعد ذلك صارت المفاوضات في كام ديبيد وانتهت طبعا إلى ما تفضل فيه أنه إسرائيل أخلت سيناء طبعا ما طلت إسرائيل في ذلك فترة طويلة الإخلاق أخذ ثلاث سنوات ثم بعد ثلاث سنوات احتفظوا بشرم الشيخ وبالشريط الساحل اللي على خليج العقاء خليج السويس وقعدوا مفاوضات بعدها كمان إلى أن أخلوها في عهد الرئيس مبارك كان قدمات السادات وجاء بعده مبارك مبارك والسلام آخر قطعة من سيناء مشاعرك وانت تشاهد هذه الزيارة يبدو أنها ما كانت تمثلك لوحدك وانا ما كانت تمثل جيل أو مجموعة والدليل أنه العرب اتفقوا أن يجمدوا مقعد مصر في جامعة الدولة العربية وانتقلت إلى تونس ويقال أنه من بعد هذا الحدث فقدت مصر زعامة العالم العربي ما رأيك؟ يعني أحاول أفكر هل فقدتها قبل هذا الحدث أعتقد ربما أنه نعم زيارة القدس لأنه هو باعتراف السادات أنه وزار القدس بدون تنسيق مع الدول العربية ومن المبادئ البسيطة في العالم في التفاوض في المعارك في الحروب إذا أنت قرشت لوحدك فأنت تصبح فريسة سهلة وإذا أنت قرشت ومعاك عناصر قوتك فإذا أنت تستطيع أن يكون لك فرصة تواجه لما السادات يفتخر يقول أنا قرشت لوحدي وما انتظرت الدول العربية لأنه كانوا حيتشرطوا علي وكانوا حيطلبوا مني وكانوا حيقولوا كذا وكذا وكذا لكن في النهاية هو قرش لوحده وعومل لوحده عومل أنك أنت إيش عندك حتى نعطيك شيء استثنائي وهذا الوضع ما يزال قائم إلا الآن يعني إسرائيل تقول لكل واحد يفاوضها إيش عندك تعطيني على شى نعطيك إذا ما عندك شيء تعطيني إيش أبغابك ويمكن بعد هذه المرحلة هذه كانت آخر حرب حرب 70 بين العرب وبين إسرائيل وبعدها صار النشاط الدبلوماسي هو سيد المشهد وهنا أغلب قصص الأمير بندر بالسلطان والملك فهد والرئيس ريغن وكارتر كانت في هذه المرحلة المرحلة الآخر السبعينات والثمانينات ويمكن القاسم المشترك فيها كلها هي جهود ومبادرات من السعودية على الأقل هذا من رواية التي رواها الأمير بندر بالسلطان الله يحفظها أنه في مبادرات وجهود من السعودية يرمي الملك فهد بثقلة مع الرؤساء الأمريكان يدعوهم ليفعل شيء للقضية الفلسطينية يرد الأمريكان بالقبول تقديرا للمكان السعودية يأخذ الأمير بندر هذه إلى ياسر عرفات يحتفل ياسر ويقول احنا خلاص حققنا السلام ثم يختفي ولا يتمم أي شيء بعد ذلك صارت في عام سبع وسبعين الملك فهد وكارتر صارت في عام خمس وثمانين الملك فهد وريغن أو ستة وثمانين فهذا السيناريو تكرر كثيرا وش التفسير لمثل هذه التصرفات كان فيه في الساحة لاعبان رئيسيان وهذان اللاعبان كان يبارسان رقصة التانجو رقصة التانجو كلما يقترب واحد من الثاني الثاني يتبع يبتعد يبتعد وهكذا هكذا كانت إسرائيل وفلسطين في المرحلة هذه إسرائيل كل ما رأت أن هناك فرص للسلام تلعى بنفسها وتبتعد وتبرز شروط جديدة وتبرز كذلك الفلسطينيين كل ما كانت هناك فرصة للسلام يقترب منها ياسر عرفات ثم في النهاية يبعد حصل هذا في أكثر من المناسبة مثل ما تفضلت وعدت الفرص هذه في كام ديفيد ثم بعدها في شرم الشيخ في أيام ياسر عرفات وبعد ياسر عرفات في أيام رؤساء الوزراء المختلفين من إسرائيل آخرهم في هذا الشأن كان باراك يهود باراك أنا في نظري أن السبب الرئيسي لذلك أن إسرائيل لم تكن تريد أن تصل إلى حل للقضية إسرائيل مخططها لم ينتهي بعد إسرائيل مخططها توسعي كبير في المنطقة العربية بفشل يعني بغشامة زي ما يقولوا لأنهم يوافقوا ثم يتراجعوا ثم يوافقوا ثم يتراجعوا فلهم من يأخذوا ولهم من يثبتوا على موقفهم الأساسي وهذا إلى اليوم إلى اليوم قائم يعني في الأزمة حقاة غزة اللي الآن نشاهدها تجد أن منظمة التحرير الفلسطينية مشتتة وغير ماسكة زمام القيادة في المنظور فبعلاسف هذه هي الصورة اللي تمت بهذا الشأن عام 1993 كان لحظة تاريخية اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين قوات احتلال الإسرائيلية كانت اتفاقية سلام بينهم أذكر تغريدة للدكتور خالد التخير يستنكر مثل هذه اللحظة ويقول كيف وافق الفلسطينيين على الاعتراف بإسرائيل دون أن يعترف الإسرائيليين بمنظمة فتحة وبحق الفلسطينيين في إقامة دولة لهم وش كانت مصلحتهم من هذا الاتفاقية ليبدون أنها بس أعطتهم حكم ذاتي في الأراضي الفلسطينية لكن دون اعتراف بحقهم في إقامة دولة لا هي الاتفاقية أسلو كانت مفتاح لما تلاها من مفاوضات باستمرار واللي كان أساسها قيام دولة الفلسطينية أعتقد أنه من غير الإنصاف أن يقال أنه الاتفاقية أسلو لم تحمل بذور الاعتراف الإسرائيلي بالدولة الفلسطينية لكن ما حصل هو مثل ما حصل عادة هو أن إسرائيل لا تترك فرصة للتراجع عن ما يمكن أن تكون قد أعطته في وقت من الأوقات طبعا في هذا الوقت كان رئيس الوزراء هو إسحاق رابين وإسحاق رابين بعدها بفترة بسيطة تم اغتياله في داخل ساحة من ساحات تل أبيب على يد يهودي متعصب كان يظن أنه إسحاق رابين أعطى أكثر مما ينبغي باتفاقيات كام ديفيد لذلك تجد أنه من الجانبين في هذا التذبذب والتخلق الفلسطينيين أعطوا كل ما يمكن أن يعطوه في اتفاقيات أصلوا كام ديفيد وبعد كذا صار عندهم شيء يستطيعوا أنهم يعطوه فكانوا يقفون على أعتاب الموائد الكبار انتظرون فتاة الطعام اللي يرمى لهم حرقوا كل كروتهم ولم يتمكنوا من الحصول على شيء وفي ذلك اللحظة كانوا أخذوا حق إدارة ذاتية لمدة خمس سنوات تجري فيها المفاومات ولكن هذا الحق هو لإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة نعم كلها كانت تحت منظمة التحرير بالضبط بعدين إيش اللي صار في غزة ليش غزة انفصلت وصارت تحت قيادة حماس اللي تأسست قبلها بكم سنة عام 1987 خلينا أقول لك شغلة قبل لها أجيبك على ذلك وهي أنه في هذا الأثناء كانت إسرائيل تنشر المستوطنات بكثافة أكبر داخل الأراضي الفلسطينية داخل الضفة الغربية على وجه الخصوص وكانت تسعى إلى زيادة يخلي كل شيء من مضمونه وبعد يصبح هناك شيء يستطيعوا أنهم يعملوه بالنسبة للفلسطينيين وإيش اللي صار في غزة غزة أخريت من الاحتلال الإسرائيلي في وقت من الأوقات لأنه كان الاحتلال الإسرائيلي باهظ الثمن على إسرائيل كان غزة أرض كثيفة السكان يعني الناس فيها بشكل كبير وصغيرة الحجم أي اقتحام إسرائيلي ينتج عنه خسائر بشرية كبيرة وهذا اللي مخلّهم يترددوا في الاقتحام الإسرائيلي حتى الآن نفس الظاهرة نفس الشيء اللي حاصل إسرائيليين يريدون أن يحتفظوا بالكعكة ويأكلوها في نفس الوقت ما استطاعوا أن يفعلوا ذلك في غزة فاضطروا أنهم يقلوا غزة لكن في الضفة الغربية كانوا مستعدين وما زالوا مستمرين في ذلك المستوطنات المستوطنات فعني حتى من حيث يعني لو فتوظنا أنه قرار الأمم المتحدة بتقسيم الدولتين قرار عادل وصحيح حتى هذا القرار لم يحترمه الإسرائيليين وجالسين يبنون مستوطنات في الأراضي الفسطينية بالضبط فهم مو بحط حد لحدودهم هم أخذوا اللي أعطوا لهم ثبتوا وبدأوا ويتوسعون فيه طبعا هم في بروتوكولاتهم وفي أحكامهم وفي أعرافهم وفي رواياتهم التاريخية أن حدودهم من النيل الفرات يعني لا ينتظروا لا يقفون عند هذا الحد اللي منهم يقول لك لا ما هم عقولوا مدروش وكذا يعودون يقولوا من النهر إلى البحر من النهر إلى البحر يعني كامل أرض فلسطين لابد أنها تستوعب منهم يعني فهذه هدافهم واضحة وما زالوا متوسكين بها كيف كيف انفصلت غزة عن منظمة التحرير طبعا كان هناك خلاف استمر بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين حركة فتح الدرجة الأولى وبين حماس حماس اللي فازت في الانتخابات في غزة وبالتالي سيطرت على غزة وفتح فازت في الانتخابات في الضفة الغربية وسيطرت على الضفة الغربية فتح طبعا هي العنصر الأساسي في منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية البظلة الشاملة للفلسطينيين بما فيها في غزة وفي الضفة الغربية طبعا كان هناك خلاف بين المنظمتين بين حماس وبين فتح حول كيفية إدارة الصراع محمود عباس في منظر التحرير أعلن في عدة مرات وأعلن في عدة مناسبات إنه هو الخيار الاستراتيجي له هو السلم وهو المقاومة السلمية وطلب من المواطنين الفلسطينيين عدم رفع السلاح في وجه إسرائيل وإنه إحنا ما رح نحصل على شيء نتيجة المقاومة المسلحة الحماس كان وزهة نظرها هي المقاومة المسلحة إنه المقاومة السلمية لم تأتي أكلها ولم تأتي بنثائج ولم يصدر عنها شيء حتى الآن وإذا كان محمود عباس يقول عنده وسيلة للحصول على تنازلات من إسرائيل بالمقاومة السلمية تفضل ورينا هذا إحنا عشرين ثلاثين سنة من أيام أصله إلى الآن ما صار شيء فالخلاف هذا كان مستمر استراتيجي أخلاف استراتيجي وكان العكس على أداء الإدارة الفلسطينية في غزة لأن الإدارة الفلسطينية في غزة كانت مكونة من الطرفين في النهاية حماس حسمت الأمر وطردت الفتحيين من غزة واستولت على الحكم وقالت لهم دبروا نفسكم وهذا عقد المشهد لأنه صار ما فيه طرف واحد أو قيادة موحدة إلى القضية الفلسطينية عبد الله قال يقصد الأمير سعود فيصل الله يرحمه الله يرحمهم جميعاً خذوا الأثنين عند الكعبة وخلهم يعني يثبتون هذه المصالحة ثم عادوا لفلسطين وما لبثوا أسابيع قليلة حتى تفجرت الأمور صحيح شيء غريب وغير مفهوم وش اللي يدفعهم للعودة لنقطة الصفر بعد هذا المشوار أغضف إلى ذلك في عهد الملك خالد الله أرحمه كان هناك معتمر قمة وكان فيه القيادات الفلسطينية وكان فيه عدد من رؤساء الدول وكذا وجاء ياسر عرفات عند الملك خالد وقال له يا جلالة الملك أنا أطلب منك طلب أنك أنت تجمع الفلسطينيين تحت باب الكعبة وتحت ستارة الكعبة وأنا نلتزم أمامك بالوحدة وبالعمل السوي وكذا الملك خالد طلع فيه قال له يا ياسر يعني تبون تكذبون على ربنا أيضا ما كفاكم كذبتوا على الناس كلهم تبون تكذبون على الله لا أنا لن أقوم بذلك ولا نفعل ذلك فالملك خالد كان حصيف وتجنب ذلك يعني إيش تفسير هذا الأمر الله أعلم يعني خلنا أنا بكون أكثر جرأة وبقول التفسير اللي يتداول يعني جارد كوشنر كبير المستشاريين للرئيس السابق ترامب في مقابلة قريبة قبل أيام قليلة كان يتكلم عن أن اجتماعاته مع الأطراف الفلسطينية كان يرى فيها أنه ما في أي حافز لهم لإنهاء القضية بل خطر أن تنتهي القضية لأنها اليوم مصدر لتدفق الأموال والملايين لهم هذا كلام جارد كوشنر هل نقدر نربط بين هذا الكلام وبين افتعال الأزمات المتكرر وعدم البذل أي جهد لحل القضية أن يقول هذا الكلام جارد كوشنر فلا يستغرب لأنه جارد كوشنر يريد أن يزرع الفثلة بين الفلسطينيين وبين العرب والفلسطينيين وأن يزرع الشك فيما بينهم وما إلى ذلك أنا ما عندي شيء يثبت أن هذا الكلام ما هو صحيح لكن شعوري بذاتي أنه ما يمكن أننا نسيئة ظن إلى هذا الحد في الفلسطينيين كم الفلسطينيين؟ القيادة الفلسطينية أو القيادة الفلسطينية حتى هؤلاء في القيادة الفلسطينية كثير منهم لهم تاريخ في الحرب والنضال وما إلى ذلك ما أتصور أننا نستطيع أن نلغي مساهماتهم كلها بهذا الأمر أعتقد أن هناك اختلافات فكرية وعقائدية وعقادية واضحة في هذا الشأن وفي طريقة المعالجة وفي طريقة الذهاب وكانت هناك قيادة ضعيفة باستمرار يعني حتى ياسر عرفات اللي كان يعتبر أقوى قائد فلسطيني في العشرين وثلاثين سنة الماضية هو يقول أنه توصل إلى اتفاق شبه كامل في شرب الشيخ مع أولمرت ومع أراك وهو الاتفاق التالي لمفاوضات كامل ديفيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولكن في النهاية تراجع عنها لأنه كان يخشى من التهمة التاريخية بالتفريض في القضية الفلسطينية طبعا هناك في الفلسطينيين من يقول أن يا جماعة يا فلسطينيين يا قادة فلسطين لا توقعوا على شيء إذا ما تقدروا تجيبوا الشيء المطلوب للشعب الفلسطيني بالكامل كامل فلسطين أو كامل الضفة الغربية وقطع غزة وما إلى ذلك فأتركوها لا توقعوا خلوا الجيل القادم والجيل اللي بعده يمكن أنه يستطيع أن يحصل على ما لم نستطع إحنا أن نحصل عليه كانت هذه وجهة نظر موجودة وما زالت سائدة في بعض الأوساط أنا في نظر إنه وجهة نظر غير واقعية يعني إننا إحنا نتخلى عن مسؤولياتنا في مواجهة الصراع ونقول خلوه لأبناءنا وأبناء أبناءنا وأحفادهم إنهم هم يعالجوا للقضية هذه تاريخيا ثبت أنه كل جيل يأتي بمشهد أكثر تعقيدا وأصعب أكثر تعقيدا وأصعب صحيح فأنا ما أتصور إنه نستطيع أن نقول إنه والله السبب هو مصالح شخصية قد يكون فيه جزء من ذلك صحيح لكن ما عندي ما يجعلني أجزب بذلك يمكن من أهم المبادرات واللي كانت دائما يشار إليها ويعاد الحديث لها كمرجع هي مبادرة تملك عبد الله أو المبادرة العربية 2002 2002 نعم وش بالضبط تفاصيل هذه المبادرة وليش لم يكتب لها النجاح رغم أنه فيه إجماع عربي لأول مرة على المبادرة المبادرة بسيطة سووا قضيتكم مع الفلسطينيين وتعالوا نعمل معكم تطبيع العالم العربي والعالم الإسلامي في المرحلة الأولى المملكة العربية السعودية ثم تبنت المبادرة الجامعة العربية وأصبحت مبادرة عربية ثم تبنتها براضرة التعاون الإسلامي فأصبحت مبادرة إسلامية وش المطلوب من الإسرائيلين؟ إخلاء الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 67 السماح بإقامة الدولة الفلسطينية التوصل إلى حل عودة اللاجئين مناصفة القدس بحيث تصبح عاصما للدولتين يعني هذه العناصر التسوية الأساسية اللي بزرت إلى الآن هي العناصر القائمة اقبلوا فيها وتعالوا الله حيكم يعني لكن إسرائيل كما ذكرت لك سابقا إسرائيل أعتقد أنها بعيدة عن أجواء المصالحة وأجواء السلام إسرائيل ما زالت مرتاحة في الوضع القائم وكل ما صار مشكلة وصار العالم ومش عارف كيف تأتي وتعطي ضربة قوية عنيفة الفلسطينيين ويسكتوا لفترة من الزمن والعالم ما قاعد يعني لم يستطع العالم أن يتفق في مجلس الأمن على قرار أمس حتى بوقف اطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وكذا أشياء بسيطة أساسية وهذه المبادرة ماتت أو تعتبر انتهت؟ مبادرة السلامة العربية؟ لا ما ماتت أعتقد أنها ما زالت حية لأنها ما زالت تعتبر أساس لل هل لها أي فرص؟ أعتقد ذلك أعتقد أن لها فرصة قوية في النجاح إذا العالم استطاع أن يضغط على إسرائيل بقبولها إلى الآن إسرائيل تكاد تكون الدولة الوحيدة التي لم تقبل المبادرة العربية حتى أمريكا قابلت بالمبادرة العربية تقول أن نقبل بها كأساس للمفاوضات يعني أنه يمكن تتعدل شيء بسيط أثناء المفاوضات لكن على الأقل كمدخر تكون بداية تكون بداية وصار في 2013 حدث مهم بأنه بعد مفاوضات طويلة جدا فازت السعودية بمقعد في مجلس الأمن ثم انسحبت منه في حدث مفاجئة يا رب أني ألقي جواب منك لأنه سمعت مقابلتك مع أضوان أحمري وقلت أن خلي التاريخ يحكم ولكن سمعت مقابلتك مع مديرفر وقلت أن خلي التاريخ يحكم جاء التاريخ عدينا عشر سنوات من تلك اللحظة وش الفكرة من هذا الانسحاب أنت تسألني وأنا لا أعرف لأن القرار هذا تخذ على مستوى القيادة في المملكة العربية السعودية إيش كانت هدافه إيش كانت مبرراته واسبابه وإيش اللي دعا إليه هلنا تأثير لو كنا عضو ولا المشهد يوضح أنه هم خمسة بس اللي عليهم الكلام والبقية كلهم كنبارش أنا أعتقد أنه هذا موصحي أنا أعتقد أن مجلس الأمن أي عضو في مجلس الأمن له دور الخمسة الخبار طبعا لهم الدور القيادي والدور الأهم لكن مجلس الأمن مكون من خمسة عضو ما هو من خمسة عضاء أي قرار لابد أن يحصل على موافقات تسعة عضاء على الأقل فبالتالي هناك دور للأعضاء الآخرين أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية فقدت فرصة لأن تكون عضو مؤثر في مجلس الأمن خلال تلك الفترة لماذا الأسباب؟ الله أعلم ما الذي كان يدور في ذهن القيادة الذي قيل لنا أنه مجلس الأمن فقد بإصلاقيته وأحنا ننتقد مجلس الأمن بكثرة في خطاباتنا وفي المناسبات المختلفة فكيف نكون عضو في مجلس نحن ننتقده أساساً فكان تسجيل موقف؟ كان تسجيل موقف طبعاً هذا مجلس النظر سليماً ما في شك ما حد يقدر يقاومها كان يقال أنه مجلس الأمن مسيس ومحكوم بسلطة الدول العظمى فليش إحنا نورط رفسرة بينهم ونطالب باتخاذ مواقف على كل قوية وإحنا بعض القضايا ما لنا شغل فيها وما لنا علاقة فيها يعني كمان وجهة النظر يمكن تفهمها لكن هل كان هذا هو الحل الأمثل لمواجهة مثل هذه التحفظات؟ الله أعلم أنت عمر كنت جزء من مطبخ القرار الدولي وتعرف دهاليزة وتفاصيلة وكواليسها في سؤال فضولي عند الكثيرين كيف رغم وضوح وعدالة القضية على مدى كل هالسنوات لم يقف المجتمع الدولي موقف منصف لهذا القضية؟ وش التقصير اللي صار مننا؟ ليش ما نجحنا؟ المجتمع الدولي يمثل بالدرجة العولة في الجمعية العامة للأول المتحدة اللي تشمل 193 عضو اللي هم أعضاء الأول المتحدة القضية الفلسطينية بعشرات القرارات وكل سنة تطلع قرارات جديدة أو تطلع قرارات مكررة من السنوات السابقة وكلها تحمل تأييد قوي للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية والحق الفلسطيني وكل سنة تعترض عليها مجموعة من الدول بما فيها إسرائيل وبالاو ونورو ومش عارف مين في الجزر في المحيط الهادي وغيرها والولايات المتحدة وكندا وربما هولندا أحيانا لكن عدد بسيط من الدول الذي يتمسك بتأييد أو بمعارضة القرار ضد أغلبية كبيرة تصل ممكن لمية وخمسين صوت أو أكثر الذين يعيدون فالقول بأن المجتمع الدولي لا يؤيد القضية الشعب الفلسطيني أعتقد به دقيقة لماذا نعكس على حياته؟ لأنه في اللهاية القرار الفاعل من الولايات المتحدة يخرج من مجلس الأمن ومجلس الأمن آلية اتخاذ القرار فيه تتطلب توافق الخمسة الكبار لأنه إذا أحد فيهم مارس الفيتو ينتهي القرار أمس شفنا فيتو رباعي أو ثلاثي أمريكا وبريطانيا وفرنسا مارسوا الفيتو على القرار الروسي المقترح بالتالي هذا مجلس الأمن هذا هو مجلس القيادة في الأمم المتحدة إذا لا يكفي أن تكون المجتمع الدولي يقف مع الشعب الفلسطيني لابد أن تكون هذه الدولة الثلاثة أو الخمس في مجلس الأمن نحن عندنا تأييد قوي من التحاد الروسي ومن الصين وتأييد لا بأس به من فرنسا وتأييد أقل شوية من بريطانيا وعندنا موقف أمريكي متحيز لإسرائيل تماما وفي ظل الأوضاع الحالية لا يمكن أن تحصل على مجلس لا أحد قادر يفهم ليش أمريكا العظمى بكل إمكانياتها جالسة تربط نفسها وترهن مصالحها بهذا الكيان المشاغب المزعج اللي يسودوا الوجه زي ما يقولون أفعال إسرائيل محرجة للرئيس بايدن محرجة للرؤساء الأمريكان من ناحية أنه تناقض المبادل الأمريكية تناقض الخطاب الأمريكي وش تلاقين فيها حتى يضعون كل ثقلهم خلف إسرائيل ما سكن عليهم صور ولا لو عرفت الجواب لو أنت عرفت الجواب على هذا السؤال أو أنا عرفت الجواب على هذا السؤال لكنا أخذنا جوائز الدنيا كلها لو بالسلام لكن أنا تفسيري الوحيد لهذا الموضوع هو تفسير انتخابي انتخابي وهو أن القوى الفاعلة في أمريكا هي الحزبان الديمقراطي والجمهوري اليهود والصهاينة المؤيدين لإسرائيل في أمريكا متغلغلين في الحزبين وأيضا متركزين في عدد قليل من الولايات في الولايات المتحدة وهم يصوتون ككتلة واحدة في القضاء التي تهم إسرائيل وتهم العرب يصوتون ضد الموقف العربي ومع الموقف الإسرائيلي وهذا التصويت ككتلة واحدة يعطيهم وزن أكبر من حجمهم لأنه إذا كان المفروض عدد الناس اللي يصوتوا عشرة وثلاثة منهم ما يصوتوا إطلاقا لأنهم كسلانين ما هم مهتمين إلى آخره السبع الباقين يتقسمون على عدد من القضاء فيهم ثلاثة متكتلين للقضية واحدة هذولا يكفون لترجيح كفة هذه القضية وهي مصارف قوة اللوبي الصهيوني هو في تماسكة واتحادة وهو يسيطر على الاقتصاد ويسيطر على البنوك ويسيطر على الإعلام ويسيطر على أشياء كثيرة هناك نفور في المجتمع الأمريكي من النفوذ الصهيوني بشكل عام ومن إسرائيل وكذا لكن هذا النفور لا يجد نفسه لا يجد طريقة للتعبير عن نفسه لأنه يتهم باللاثامية يتهم بالعنصرية يتهم بأشياء من هذا القبيل أيضا تجد أن هناك فئة قوية جدا بارزة في أمريكا ويزداد نموها وتكتلها وهي فئة المسيحيين الإبنجليين الآن تقدر بعشرات الملايين في أمريكا وهؤلاء يؤمنون بتفسير معين للإنجيل والتوراة الذي يصب في مطلحة إسرائيل وهو أن الله سبحانه وتعالى يريد لليهود أن يتجمعوا في أرض فلسطين حتى يخصف بهم ولذلك هم ما هو حبا في اليهود اللي يقولوا روحوا أرض فلسطين وإنما لأنه تحقيقا للنبوءة التي يعتقدون بها وهي أنهم لابد أن ينتقلوا كلهم إلى أرض فلسطين ولابد أن تقوم دولة إسرائيل ثم يخصف بها في وقت من الأوقات طرعا أمام مثل هذا الاعتقاد الكهنوتي من الصعب أنك تتحاور معهم لأنه هم ينطلقون من منطلق لهوتي من منطلق غيبي غير المنطلقات الواقعية حق السياسة العالمية وهؤلاء أصبحوا قوة مؤثرة اليوم وهؤلاء في معظمهم مؤيدين لإسرائيل ومؤيدين للموقف الصهيوني فلذلك أنا أظن أن السبب الرئيسي والإضاحة الرئيسي لقوة إسرائيل في المجتمع الأمريكي هي في هذين العنصرين قوة اللوبي الصهيوني وتماسكه قوة اللوبي الإبنجيلي المسيحي اليميني المتطرف وتماسكه أيضا في هذه القضية الدول العربية والمجتمع العربي يتغنغل في المجتمع الأمريكي أكثر وأكثر ويكسب مواقف ستظهر الأيام ما هي نتيجة الحرب الحالية حول الرأي العام الأمريكي هناك من يقول أنها زودت من عدد مؤيدين إسرائيل وهناك من يقول أنها كشفت إسرائيل عن حقيقتها وسيكون النعكاس ذلك واضحا في المستقبل القريب ستبدي لك الأيام ما كنت ظاهرا أنا بطرح مجموعة أبو فارس من الأطروحات التي قد لا أتفق معها لكن أعتقد مفيد نطرحها لأنها تمثل وجهات نظر موجودة ويمكن نسمع رأيك عليها واحدة من أهم أسباب تراجع تعاطف من تراجع تعاطفهم؟ أنا مو أعمم ومبول كل تراجع تعاطفهم بس في موجة من تراجع التعاطف مع القضية الفلسطينية أنا سويت استفتاء ولا أعتقد أنه استفتاء علمي أو بأسلوب علمي لكنه استرشادي شألت الناس اللي تراجع تعاطفهم ويش سبب تراجع تعاطفهم مع القضية الفلسطينية فكان أكثر من 43% اختاروا السبب هو طريقة تعامل الفلسطينيين أو كلام بعض الفلسطينيين عن السعودية وعن القيادة السعودية يعني مشهد خطيب الجمعة وهو يشتم ويتجاوز على الملك عبد الله الرحمن في يوم وفاته مشهد مؤلم لكل سعودي ولا يقبله خصوصا لهذا الرجل اللي قدم الكثير لفلسطين وهو امتداد لدور السعودي دائما مقاطع والانتقاص أو هجوم أو حرق صور لرموزنا وقادتنا في ساحات الفلسطينية هذه مشاهد تؤلم السعوديين وفي أحسن الأحوال يعني اللي ما تحولوا إلى أعداء على أقل تراجع تعاطفهم تجاه القضية خصوصا أن السعودية حسب بيانات الأنرو هي الدعم الأول والأكبر للقضية الفلسطينية أعتقد بستة مليار دولار خلال العشرين سنة أو الثلاثين سنة الماضية واش تقول لهؤلاء يقولوا معاكم حق معاكم حق إذا شاهدتوا مثل هذه المظاهر وشاهدتوا مثل هذه المواقف أن تشعروا بما تشعرون به معاكم حق وأنا أشعر معاكم بنفس الشعور تجاه هؤلاء الأشخاص الذين يمارسون هذا العمل غير الأخلاقي والعمل غير المنطقي والعمل غير المنصف تجاه المملكة العربية السعودية لكن لا ينبغي أن يغيب عن ذهننا أنه مقابل مثل هؤلاء الأشخاص هناك عشرات مئات آلاف ملايين من الفلسطينيين الذين يعرفون المملكة بشكل جيد ويقدرون مواقفها ويقدرون دعمها وتأييدها للشعب الفلسطيني ونقضيته منذ منتصف القرن الماضي إلى الآن فلا يعني ينبغي علينا أننا نجرف وراء أفراد وعناصر دون الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني وأنا أثق أنه لو أزريت استفتاء آخر ويكون استفتاء موثق وعلمي بين صفوف الشعب الفلسطيني ستجد أنه الغالبية العظمى منهم يدركون موقف المملكة وفضلها وقيادتها ودائماً يضرب المثل بهذه الشريحة التي تشيطن العمل السعودي أو تهاجم العمل السعودي نجدهم صامتين تماماً أمام مثلاً تركيا أو الرئيس أردوغان في دعمه لإسرائيل آخرها شحنة من الدعم وصلت الأيام هذه لإسرائيل لتغطية نقص في الخضروات هذه تجدهم صامتين عنها غافية عنها تماماً وفي المقابل لأن السعودية اللي ما عندها أساساً مفهوم المظاهرات توجه جهدها للدعم الدبلوماسي الحقيقي والزيارات المكوكية للوزير الأمير فيصل لدعم القضية الفلسطينية تجد أنها ما تأخذ بنفس الميزان ويش تفسيرك لتركيز على شيطانة السعودية وغض الطرف عن بل الثناء وتفسير وتبرير كل فعل يمارس أردوغان أو بعض الزعماء اللي يعني هالجماعة تحبه هي نفس الفئة نفس الفئة التي تمارس الانتقاد مما أسميته شيطانة الموقف السعودي والقيادة السعودية هي التي تمارس تمجيد بعض القيادات الأخرى والمواقف الأخرى هي نفس الفئة وبالتالي نفس الجواب الذي ذكرته سابقاً ينطبق عليهم لأنهم نفس المجموعة نعم يعني في قصة جميلة ذكرها أمير بدر بن سلطان مع حافظ الأسد أنه لما صار فيه تنسيق لجلسة مباحثات مع الكان الإسرائيلي قد تؤدي إلى اتفاقية سلام في برحلة من المراحل كان حافظ الأسد يقول شايف الجندي اللي مع رشاش عند الباب هذا لو درى أني رايح أوقع أو رايح أتفاوض مع الإسرائيلي حافظين حيذبحني فأنا معاكم بس ما حاجي معاكم ففي بعض الأشخاص يعتقدون بأنه بعض الزعماء العرب اللي يفتقرون للشعبية في فترة معينة استخدموا القضية الفلسطينية لكسب الشعبية والسيطرة على شعوبهم ثم أصبحوا أسرى لشعوبهم اللي صارت تنتظر منهم شيء غير منطقي ولا يوازي المصالح فهل أصبح العالم العربي أسير لقضية ضخمها الزعماء العرب أكبر مما يجب؟ لا هم لم يضخموها هي القضية ضخمة وهي في هذا الواقع لكن الحديث عن أن هناك عدد من الزعماء العرب الذين استغلوا القضية الفلسطينية والذين خافوا من تبعات الموقف الذي يمكن أن يتخذوه في أي جانب بجانب القضية الفلسطينية هذا الكلام صحيح وهذا الكلام هو الذي أدى بيسر عرفاته للانسحاب من اتفاقيته مع إيهود أولمرت في آخر لحظة لأنه كان يقول أنا أخشى العودة إلى رام الله وأن يقول هناك رد فعل اغتيال أو شيء من هذا القبيل نفس الكلام اللي يقوله الأسد الجندي هذا ممكن يكتلني هو لو يعرف الجندي هذا ممكن يكتله كان الجندي ما قد قاعد هناك ولا خمس دقائق لكن هو استغلال لعواطف الشعب العربي في هذا المجال وش الوزنية المنطقية في التعامل مع القضية؟ هي قضية مهمة هي قضية عادلة جاءت فترة كانت هي ذات الأولوية المطلقة حتى على حساب المصالح القومية أو الوطنية لكل بلد والنتيجة هي بأن لا هم وقفوا على رجولهم ولا يقدروا يساعدون القضية الفلسطينية أنت تفضلت بأن أهم داعم وسبب لفرعنة إسرائيل أنه خلفها دولة قوية اسمها أمريكا بينما الدول العربية حطت كل حيلها في خدمة القضية على حساب بناء نفسها فهذه النظرية أو هذا الرأي بدي أسمع تعليقك حاليا بأنه لو نشغلنا ببناء أنفسنا لقدرنا نساعد فلسطين بشكل أفضل لا أرى أن هناك تراقضا بين بناء أنفسنا وبين مساعدة فلسطين لأن الإسرائيليين لن يتركون نبني أنفسنا بمعزل عنهم ونصير دولة اقتصادية عظمى ولها اهتمامات كبرى ونازحت في كل شيء وهم يجلسوا يتفرجوا هم لا يناسبهم أي نموذج نجاح في الوطن العربي وسيقفون ضد نماذج النجاح في الوطن العربي وسواء أبدوا في الوقت الحاضر شيء من الرضا وشيء من المداهنة أو شيء من المجاملة تجاه المملكة العربية السعودية أو تجاه البحرين أو تجاه الأمارات أو تجاه غيرها من الدول فهم في النهاية لا يريدون النجاح لأحد إلا لأنفسهم ويريدون نجاح الآخرين أن يكون مرتبطا بنجاحهم وأن يكون مبنيا على هبات منهم يعني يسمحون لهم بتناول جزء من الكعكة أو شيء من هذا القبيل في نظري هذا هو الذي يحصل في الوقت الحاضر في القضية الفلسطينية أعتقد أنه لا يوجد تناقض جوهري تناقض مبدئي بين مصالح المملكة العربية السعودية الباتية وبين مواقفها في دعم الشعب الفلسطيني بالعكس كلما دعمت الشعب الفلسطيني أكثر ازدادت شعبيتها في داخل المملكة وخارجها وفي الدول العربية والإسلامية جميعها هناك دول أخرى تمارس المزايدة على المملكة العربية السعودية بسبب القضية الفلسطينية وهي لم تدعمها ولا بجزء مما دعمتها به المملكة العربية السعودية بس هنا ممكن أحد يقول لا في تضحيات بمعنى أنه على سبيل المثال إذا صحت اتفاقية التطبيع السعودية الإسرائيلية التي هي بإشراف وساطها أمريكية ففي مصالح للسعودية من ناحية اتفاقية الدفاع عن أنواع التسليح من ناحية النوهاو أو الخبرة في البنية التحتية للطاقة النوية السلمية هذه كلها السعودية ربطتها بشرط إقامة دولة فلسطينية أو حل القضية الفلسطينية ففي هنا مثلا ممكن يقول قائل بأننا ضيعنا مصالح مقابل اشتراط هذا الشرط وش رأيك؟ هذا الكلام إذا كان صحيح أنه إسرائيل مستعدة تعطينا هذه المزايا والولاة المتحدة المستعدة تعطينا هذه المزايا وإحنا رفضناها ينطبق عليه هذا الكلام لكن هذه المزايا ما زالت في خانة الطلبات السعودية ولا في أي شيء يدل على أن إسرائيل وافقت عليها ولا أن أمريكا موافقة عليها حتى أنه نقول أن هذا الشيء موجود في يد السعودية وهل تتخلى عنه أو تقبله أنا أعتقد أن المبادرة السعودية في هذا الأشياء إذا أمكن وصفها بأنها مبادرة إلى الآن لم تعلن رسمياً كموقف سعودي لكن لو صار هذا الشيء فهي مبادرة بكية لأنها تربط الأشياء المطلوبة من إسرائيل بالأشياء التي تطلبها إسرائيل وهذا هو معنى التوازن في العلاقات الدولية أنت عندك شيء أنا أبغى وأنا عندي شيء أنت تبغى نستطيع أن نتفق سوياً على ذلك لكن إسرائيل في نظري ليست في وارد الاتفاق إسرائيل في وارد الأخذ دون العطاء دون المقابل لكن أنا ذكرت في مناسبة المناسبات المملكة العربية السعودية دولة كبرى دولة قيادية في العالم العربي والإسلامي دولة مهرها عالي مملكة العربية السعودية مهرها القدس مهرها عودة اللاجئين مهرها إخلاء الأراضي العربية المحتلة في سبع وستين مهرها العدالة للشعب الفلسطيني اللي مستعد يدفع هذا المهر يتفضل الله حيح المستعدين نستقبله ونتكلم معاه ونتفاهم معاه اللي ما هو مستعد يدفع هذا المهر يجلس مكانه ما مرح يعني لن أحد يستطيع أن يجبره إلا بكان أمريكا ولا شيء من هذا القبيل في تقريدة لأدرحمن راشد هذه الأيام يذكر بتصريحات قديمة لنتنياهو في 2019 كان يقول لأعضاء الكنيسة أنه من يريد إحباط إنشاء دولة فلسطينية عليه أن يدعم حماس هذا جزء من استراتيجيتنا أو جزء من استراتيجية بأن ندعم حماس لأنه دعمهم يقوض جهود إقامة دولة فلسطينية أيضا في نفس السياق الأمير ترك الفيصل كان له كلمة ما عرف إذا هي حديثة أو قديمة لكن ذكر فيها بأنه يدين هذه الهجمات البشعة من الكيان الإسرائيلي المحتل على العزل في غزة ويدين في نفس الوقت سلوك حماس اللي يعطي المبرر لهذا الكيان الغاشم فود يعرف رأيك في سلوك حماس وهل هو يخدم القضية أو يضرها نحن ما حندخل في نواياهم زي ما قفلنا قبل شوي لكن ظاهريا هذا السلوك هل يخدم القضية أو يضرها في نظري أنه سلوك حماس لا يخدم القضية الفلسطينية بالشكل المطلوب وأنه له نتائج عكسية سلبية لكن في نظري في الوقت نفسه أنه مثل هذا الوقت من وقت المعارك ليس وقت الخلاف الداخلي والانتقاد الداخلي لبعضنا البعض هذا الوقت هو وقت مواجهة إسرائيل وإسرائيل تفرح بالانتقادات التي يمكن أن توجه لحماس وتسعى إليها وتطلبها وتطالب بها ولكنها غير مستعدة لأن تفعل شيئا وغير مستعدة لأن تقبل شيئا من الانتقاد تجاه تصرفاتها أعتقد أنه من عدم الإنصاف أن يركز العالم على ماذا فعلت حماس في الأيام القليلة الماضية وأن ينسى ما فعلته إسرائيل في السنة الماضية وفي السنتين الماضية وفي الثلاث سنوات الماضية وفي السبعين سنة الماضية وفي الأيام القليلة الماضية التي فيها قتلت آلاف الفلسطينيين وشردت مئات الآلاف آخرين منهم وما زالت تستمر في ذلك أعتقد أن التركيز على استخراج إدانة لحماس في هذا الشأن وترك إسرائيل تعربد كما تشاء أعتقد أنه فيه قدر كبير من عدم الإنصاف وفي نظري أنه على الوطن العربي والعالم العربي على قادة العرب أن لا ينزلقوا في هذا الاتجاه وأن يستمروا في التأكيد على ضرورة توقف المجزر الرهيبة التي تقوم بها إسرائيل في الوقت الحاضر ضد الفلسطينيين والعبد مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات إذا صار هذا الشيء علينا عندئذ أن نأخذ حماس على جنب ونتفاهم معهم ونقول لهم الجمع على بد أن تحسنوا التصرف وأي إجراء تتخذونه يؤدي إلى قتل آلاف الفلسطينيين لا يمكن أن يكون في الصالح الفلسطيني آخر سؤال في هذا القصة الرائعة وهذا السرد التاريخي على موضوع حقية الأرض يعني اليوم في مجموعة من مغردين يتبنون فكرة بأنه يا جماعة ترى هذه أرضهم بوعد من الكتاب المقدس أو الكتب السماوية لأنه هذه أرضهم المسلمين في فترة معينة يعني دخلوها وضموها للحكم الإسلامي يعني هما ليسوا دولة نشأت في 1948 إسرائيل موجودة من ثلاث ألف سنة من وقت سيدنا داود أو قبل ذلك فوش الرد على هذه الإطروحة؟ أولا هذا هو فلسفة الفكر الصهيوني وهو أن دولة إسرائيل الحالية هي امتداد لما كان قبل آلاف السنين وأعتقد أن هذا الأمر خالي من المنطق وخالي من المصداقية ما في شيء يبين أو يثبت أنه الإسرائيليين الموجودين حاليا أو اليهود الموجودين حاليا في العالم هم من نسل أولئك الذين أقاموا الدولة اليهودية قبل 2003 ألاف سنة ما في شيء يثبت ذلك ومجرد الدعاء سيطرة اليهود على لولة فلسطين في الماضي لم يتجاوز عمرها سبعين سنة بقية السنوات كانت تحت سيطرة مختلفة بما فيها السيطرة الإسلامية التي استمرت لحوالي 1500 سنة منذ ذلك التاريخ إلى الآن يعني هذه مغالطة تاريخية كبيرة يرد عليها بسليب تاريخية لكن حتى لو تجاوزنا هذا الجانب وجينا إلى جانب المنطق يعني لو استعملنا هذا المنطق لأعدنا ترتيب خريطة العالم بأكملها بدءا من الأندلس مرورا بالهنود الحمر في الولايات المتحدة وضرورة أن يقيموا دولتهم في واشنطن إلى عدد من الدول في العالم كله تختلف الخرائط العالمية كلها لكن معروف حاليا ومن ضمن مبادئ الأمم المتحدة هو احترام الحدود الدولية للدول المختلفة وعدم تجاوزها أما القول أنه أنا لي حق قبل مئة سنة ولا قبل ألف سنة ولا قبل ألفين سنة أعتقد أنه هذا غير منطقي وغير متزين وغير متساوي مع الواقع والحقائق أنا بخرج من هذا المحور إلى محور آخر حيكون مختصر لكن يهمني جدا في بودكاست سكراطة أني أوثق التحول لتعيشة السعودية فيتحول على كافة القطاعات وغطيناه في حلقات عديدة لكن يمكن ما غطينا التحول الدبلوماسي والتحول في السياسة الخارجية ما الثابت؟ وما الذي يتغير في السياسة الخارجية السعودية في فترة تمانيك سلمان لا يحفظها؟ شكرا على هذا السؤال المهم لأن المملكة العربية السعودية تشهد تحول كبير في كثير من القطاعات والقطاع السياسة الخارجية والدبلوماسية هو أحد أهم القطاعات التي شهدت تحولات كبيرة فيها أضرب لك أمثلة بسيطة لذلك المملكة العربية السعودية كانت في فترة من الفترات تعتمد بالدرجة الأولى على المهادنة والمساكنة والاستكانة والهدوء محاولة اكتساب الود ربما بالمساعدات الاقتصادية ربما بأي وسيلة من الوسائل الأخرى الآن المملكة العربية السعودية تسعى لاكتساب المواقف بناء على عدالة المواقف وبناء على مدى تأييدها لموقف المملكة العربية السعودية وعدم تأييدها لذلك وهذا اختلاف كبير في التوجه السياسي المملكة العربية السعودية كان من أحد مبادئها التي أدت إلى انسحابها من مقعد بجلس الأمن أنه نبتعد على الشر الغنيل ما أن نشغل في ذلك ولا أن نشغل في هذا ولا أن نشغل في الموضوع الفلاني أو الموضوع الفلاني هذا طبعا ماهو صحيح لأن العالم كله مترابط والعالم له شغل في نفسه في كل قضية من القضايا في العالم أجمع أصبحنا اليوم نجد اشتراك من المملكة العربية السعودية في قضايا العالم كلها وفي التجمعات المختلفة أصبحنا الآن عضو في مجموعة العشرين طبعا كنا عضو في مجموعة العشرين حصل لأننا واحدة من الدول صاحبة أكبر عشرين اقتصاد في العالم صحيح لكن احنا ممكن نكون عضو في منظمة العشرين ومجموعة العشرين ونجل الساكتين وممكن نكون عضو فاعل ثبت أن المملكة العربية السعودية أصبحت عضو فاعل في مجموعة العشرين المبادرات التي اتخذتها المملكة أثناء رئاستها لمجموعة العشرين مبادرات كبيرة ومهمة وهي الآن تشارك في مبادرات هامة مثل مبادرة الهند في مد الخطوط الأنابيب والاتصالات عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا وغير ذلك المملكة العربية السعودية حققت إنجاز هائل وما زال تحت التحقيق وهو الانفتاح نحو الشرق صحيح أنه بدأت هذا الانفتاح في عهد الملك عبد الله وربما في عهد الملك فهد لكن الانفتاح الكامل والحقيقي نحو الشرق لم يحدث إلى الآن في عهد الملك سلمان انفتاح نحو الصين انفتاح نحو الهند نحو شرق آسيا حتى نحو الاتحاد الروسي بما لو أنه ما يعتبر من الشرق لكنه ليس من الغرب السياسي بالمعنى المفهوم انفتاح نحو أفريقيا وأمريكا اللاتينية قارتين كانتها مهملتان كانتها مهملتين بالنسبة للتصورات الخارجية السعودية الآن عندنا كل هذا الحراك ونحن نلهف في محاولة متابعة هذا الحراك في الأماكن المختلفة هذه من أهم أوجه الاختلاف في السياسة السعودية في الوقت الحاضر وما الذي لم يتغير؟ أعتقد كل شيء تغير أعتقد كل شيء تغير ربما الجهاز الإداري والديبلوماسي لم يتغير بما فيها الكفاءة وينبغي أن يكون لدينا أجهزة أكثر فعالية لإدارة هذا التغير الضخم في السياسة الخارجية وفي العلاقات الخارجية ربما الوعي الأعلامي لدى الجمهور المواطنين في المملكة ولدى القيادات الدبلوماسية في السلك الدبلوماسي ما زال محدوداً ولابد من تقوية هذا الوعي وتقوية الحضور السعودي الأعلامي في الساحة سواء كانت إعلامياً أو عن طريق الحوارات والندوات وما إلى ذلك أذكر قبل أربع شهور في اللقاء الأول لما سألتك عن الطروح يترحل بعض بأن السياسة الخارجية السعودية أصبحت أكثر خشونة وربما صار بعض الاحتكاكات وانت ربطتها بأنه لأنه صار عندنا مشروع ودي لو تشرح لنا هذا الأمر بشكل أفضل يعني كانت السياسة الخارجية السعودية في الماضي تعتمد على مبدأ السلامة أولاً ومبدأ تزنب الصدام وتزنب الخلاف وتزنب الشقاق هذا طبعاً مهم ما نبغى أن نتخارج مع العالم وتتخارج مع الناس وخاصة مع شقائنا العرب والمسلمين لكن في نفس الوقت عندنا مشروع عندنا رؤية عندنا نظرة عندنا رغبة في أن نثبت بعض المواقف وبعض الحقائق أولها قضية الفلسطين والوضع القائم حالياً وكيف يتم التعامل معه هذه قضية مهمة ولابد من أن تحظى باهتمامنا واهتمام غيرنا من الأخوان والزملاء كثير من الدول الأخرى متعودة على المملكة العربية السعودية التي تعطي ولا تناقش وتعطي وتنتظر الآخرين إيش يتفقوا عليه ثم تلحق بالركبة أعتقد الآن المملكة العربية السعودية في غير هذا الوضع ونبغي أن يقبل المجتمع العربي والمجتمع الدولي بأن هناك دوراً مهماً وكبيراً المملكة العربية السعودية تؤديه في الوقت الحاضر ونبغي أن تستمر في تأديته يربط البعض بين ضربات البقيق اللي صارت في سبتمبر 2019 واللي نسبت إلى إيران وذرعها الحوثي في المنطقة يربطون بين هذا الحدث وبين إعادة تقييم العلاقات السعودية الأمريكية لأن هذا الحدث كان اعتداء صريح مثبت على مصالح سعودية مصالح أمريكية مصالح دولية وكان الرد الأمريكي باهد جداً مما يعني كشف أنه الشراكل ليست على أساس صلب فبعدها صار فيه تصعيد في إعادة النظر في العلاقة هل تتفق مع هذا الربط وكيف تشوف العلاقات السعودية الأمريكية؟ يعني أمريكا في وقت من الأوقات زي ما يقولوا أخذت السعودية أخذت المملكة أنها مسلم بها أنها حليف مسلم به وما يحتاج انتعب نفسنا معاهم أقل شيء يرضيهم وأقل شيء يسكتهم إلى آخر ذلك أعتقد المملكة العربية السعودية أثبتت أنها تجاوزت هذه المرحلة وأصبحت في مرحلة تطالب فيها بمواقف وتطالب فيها بالتزامات وتطالب فيها بالتبادلية في المصالح وفي الأهداف والمواقف أعتقد هذا الشيء اختلف في الأولى الأخيرة عما كان عليه في الماضي أمريكا ليست متعودة على من يقول لها لا أو من يقول لها مزيدا من هذا أو مزيدا من ذاك علاقات السعودية الأمريكية علاقات مهمة جدا وعلاقات صار لها عشرات السنين مبنية على شبه تحالف استراتيجي بين الدولتين الشاعر يقول الحب في الأرض بعض من تخيلنا لو لم نجده عليها لاخترعناه علاقات السعودية الأمريكية بعض من تخيلنا لو لم نجدها على الأرض لاخترعناها نحن تلاحظ تهافت الدول في العالم على كسب الولايات المتحدة وكسب رضاها وكسب العلاقات الجيدة معها بما في ذلك الصين بما في ذلك غيرها من الدول الكبرى الهند دول في أفريقيا إلى آخره نحن لدينا هذه الثروة من العلاقات المتبيزة مع الولايات المتحدة الأمريكية وينبغي أن نحافظ عليها وينبغي أن ننميها وينبغي أن نرعاها وينبغي أن يكون اختلافنا مع الولايات المتحدة الأمريكية اختلافا حول التكتيكات والتفاصيل لا يكون اختلافا حول المبادئ التي نشترك فيها مع الولايات المتحدة الأمريكية في الأسواق الحرة في الاقتصاد الحر في المجتمع الحر كل هذه أمور نشارك الأمريكان الالتزام بها والإيمان بها أعتقد أن أمامنا فرصة وإمكانية لأن تكون العلاقة مع أمريكا علاقة وفيقة دون أن يؤثر ذلك على مصالحنا الأخرى أو علاقاتنا الأخرى يمكن أن أكتبس هنا إجابة لأميرة ريمة بن تبندر بن سلطان لما سألتها أو سألها سؤلت في لقاء تلفزيوني عن أن الأمريكان يقولون نحتاج إلى إعادة النظر في العلاقات الأمريكية السعودية فكانت إجابة الأميرة ريمة ذكية وجميلة قالت نعم يمكن حان الوقت لعادة النظر فيها لأن السعودية تغيرت والسعودية تنتظر بتصرف أنا أقول كلامها بأن تنتظر علاقة فيها نوع من الندية وفيها نوع من المصالح المشتركة عكس ما كان يمكن في مرحلة سابقة فأنا لا أكاد أجد عبارات تكفي لأعبر عن فخري بهذا المستوى اللي وصلت للسعودية من الندية في علاقتها مع دولة بحجم أمريكا مع التأكيد على أهميتها وهمية العلاقة معها وعادة النظر ليست شيئا سيئا سلبيا بالضرورة ليست سلبية بالضرورة طبع الأمريكان كي يطرحون بشكل سلبي كي نوع من التراجع نحن نبغى إعادة نظر باستمرار مع الأمريكان ومع غيرهم حتى نقيم مواقفنا بين وقت وآخر تسألني ما هو الثابت في السياسة السعودية؟ الثابت أننا دولة مبادئ نحن عندنا مبادئ واضحة وأساسية وملتزمون بها ومستمرون في الالتزام بها وبالتالي سوف يسهل على الآخرين أن يقرأوا المملكة العالمية السعودية صحيح هل سيصمد الاتفاق السعودي الإيراني؟ إن شاء الله ما تتوقع؟ إن شاء الله يصمد والله صعب التوقع في هذا الحال التاريخ الحديث لا يشجع بالنسبة لإيران سلوكها وسلوكها التاريخ العميق التاريخ القديم يقول إيران دولة صديقة وشقيقة وجارة وستكون في موقعها القريب منها لآلاف السنين للمستقبل لملايين السنين شيئنا ما بينه شيئنا ما بينه لن تتقل إلى مكان آخر الفرصة موجودة والمصلحة موجودة في إقامة علاقات وثيقة وقوية بين الطرفين وأنا سعيد بالاتصالات التي تمت بين المملكة العربية والسعودية وإيران في الأسبوع القليل الماضية لتنسيق المواقف والوصول إلى مواقف مشتركة في عدد من القضايا وأعتقد أنه بالإمكان الحفاظ على علاقة ودية متكافئة حتى لو اختلفنا في قضية أو في أخرى لكن هناك عدد من المزالات التي يمكن أن نتفق فيها أكثر بكثير من عدد المزالات التي يمكن أن نختلف عليها أنا بنتقل لمجموعة من أسئلة الأصدقاء بعد ذلك في سؤال يقول ما هي انطباعات التي جاءت الضيف بعدما أعلن موقف المملكة من الشذوذ الجنسي في مقر الأمم المتحدة وهنا أيضا كان الأمير محمد الله يحفظه في القمة الخليجية الأمريكية كان له كلمة رائعة جدا قدام بايدن أكد فيها على ضرورة احترام قيم وثقافة كل مجتمع وعدم محاولة الفرض اللي شفنا نتائجها في كذا يعني محاولة أمريكية فاشلة فوش الانطباعات اللي جاءتك بعدما أعلنت موقفك أو موقف المملكة من موضوع الشذوذ الجنسي أنا أعتقد أن هذا الموضوع في مبالغة كبيرة في تقييم أهمية وقيمته في المجتمع الغربي لدى الدول الغربية أعتقد أنها منساقة حول تيار لا أعرف مصدره ولا أعرف أساسه في هذا الاتجاه وأظن أنه سيأتي اليوم الذي سيعود فيه هذا التيار إلى حجمه الطبيعي وأن أخذ مكانه كقضية من القضاء التي تثار في طرف المجتمعات الغربية المتطورة حسب وضعها الأخلاقي ووضعها الإنساني أعتقد أن المملكة العربية السعودية مواقفها في هذا الشأن مواقف سليمة ومواقف صلبة وواضحة وليست مبنية فقط على الشريعة الإسلامية وإن كان هذا في حد ذاته مهم لكنها مبنية أيضا على المبادئ الإنسانية الأساسية وطبيعة البشر وسوف يعودون إلى رشدهم يوماً ما هذا يسأل يقول ما هو أصعب يوم في عملك كممثل للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة من حسن الحظ أنني لم أجد مواقف كثيرة في الأمم المتحدة التي اختلفت فيها قناعاتي الشخصية مع موقف بلادي في الغالبية العظمة من الحالات كان التوافق تأم في هذا الشأن طبعاً هناك بعض المواقف البسيطة يعني مثالة مجلس الأمن والمقعد مجلس الأمن كان أحد المواقف كان هناك موقف حول الصين ومعاملتها للمسلمين داخل الصين وكان الموقف الرسمي السعودي هو متحفظ نوعاً ما مثل ما هو معظم دول العالم في حين أنه كان هناك توجه من أمريكا ومن غيرها الاستغلال هذه القضية لإدانة الصين والإساءة إليها والصين دولة مهمة وعظمة وإن بغي عدم الإساءة إليها لكن في الوقت نفسه ينبغي أيضاً الاعتراف بأن المسلمين في الصين وفي غيرها من الدول لهم حقوق ينبغي احترامها قليلة جداً هي المواقف التي كان هناك اختلاف في التصور المبدئي القضية الفلسطينية لا الحمد لم يكن هناك خلاف يوماً ما على دعم المملكة العربية والسعودية للشعب الفلسطيني ولقضيته أنا بختم بهذا السؤال الأخير في أشخاص عندهم وجهة نظر برقماتية أو نفعية صرفة يقولون بأنه مهما كانت أهمية القضية الفلسطينية فهي قضية ببقائها بهذا الشكل المتضررين كثر لأنه أصبحت شماعي يستغل لها حزب الله ويسيطر على لبنان وتستغل لها إيران وتدخل في العراق وتدخل في اليمن وتستغل لها زعماء سابقين في الماضي فهي وإن كنا نتألم لحال الشعب الفلسطيني ولكن بقاء هذا الملف معلق فتح الباب لكثير من أعداء المنطقة أنهم يدخلون وتوسعت دائرة الضرر فهذا الطرح النفعي يقول إنجز القضية بأي شكل وبأي ثمن فمهما كان الثمن هو أقل من أن تبقى معلقة بثمن باهظ على الجميع وش رأيك؟ مقدمة الطرح أتفق بعها مئة في المئة النتيجة الكتامية أنه إنجز القضية بأي ثمن وبأسرع وقت طبعا غير مقبول لأنه بأي ثمن يعني معناته بيع القضية وانتهي لا إنجز القضية بالثمن المعقول وركز عليها ويحشد قواتك وقدراتك الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والعالمية لإبراز موقف عربي موحد قابل للقبول قابل للمناقشة حتى تتمكن الدول العربية وتتمكن الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه شكرا لك أبو فارس أنا ممكن جدا لهذا الوقت ولهذا الطرح اللي أتمنى إن شاء الله أنه يؤصل لسردية عقلانية للقضية الفلسطينية لأنه السرد العاطفي قد لا يجعلنا دائما صلبين في مواقفنا مع هذه القضية شكرا لك وأنا سعيدة إن حافظت على شماغي الحمد لله لم تجبروني عليه شايف إحنا كيف مرينين في التفاوض كفا شارك ومتاز شكرا لا والله شكرا لك على تشريف السلام يا بفارس شكرا لكم شكرا لفهدل قصير في إعداد وإنتاجها الحلقة وفي التحرير أنس الخليل فؤاد الهدثان في الإخراج الإبداعي في التصوير عبد حمال عطاس في الإضاءة ياسر كدشة في تسجيل الصوت عبد العزيزي المزي وعبد الرزاق المزي وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن وفي إدارة الإنتاج عبد المجيد عمر وفي الإشراف على الإنتاج رزاند هيثم شكرا للراعي الرسمي شركة صفا هذا بودكاست سقراط أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيح